اشتركوا في القناة امام المنتخب الجزائري هنتكلم كمان على الدوري الانجليزي ويمكن ملامح بعض المشاكل على مستوى طبعا كوفيد ناينتين وظهور حالات كتيرة جدا من لعيبة على مستوى الدوري الانجليزي كمان هنتكلم على الدوري الايطالي عندنا حاجات كتيرة او النهاردة هنتكلم عليها على مستوى كورت القدم العالمي خلينا نبدأ مع منتخبنا القومي اللي طبعا كلنا كنا متابعين مباراته في نصف نهائي كاس العرب امام المنتخب التونس مش هتكلم فنيا كتير اوي لان اعتقد كل المتابعين وكل المحللين اتكلموا على الاخطاء الفنية الكتيرة جدا اللي قام بيها كيروش والجهاز الفني في ادارة هذه المباراة بس هتكلم في نقطة مختلفة شوية على مستوى اللاعبين اكيد على مستوى اللاعبين بنتكلم على كل التحية طبعا لللاعبين اعتقد كل لعبي منتخب مصر اللي قدام حضراتكم بازلوا كل الجهد وكل المجهود في فترات كتيرة جدا من هذه البطولة شفنا روح المنتخب الوطني والروح العالية جدا في طبعا مباراة كثيرة ظهرت في مباراة الجزائر ظهرت في مباراة الاردن ظهرت الى حد ما في مباراة المنتخب التونسي على فترات لكن اللاعبين بصراحة كلهم قدوا ما عليهم يعني بغض النظر عن الإمكانيات لبعض اللاعبين لكن تحية لللاعبين بشكل كبير جدا في ظهورهم بهذه الروح القتالية الكبيرة في هذه البطولة وعلى المستوى الفني طبعا على مستوى كيروش اعتراضات كتيرة جدا جدا وعلامات استفهام كتيرة جدا جدا على أداء كيروش لكن حاجة ياريت الكاميرا ترجعلي عشان ده كمان كلام مهم قوي على منتخب مصر خلينا نتكلم على جزئية مهمة جدا اللاعبين مش هتكلم بقى على زي قولنا بنحييهم على الروح القتالية وده تمام لكن في نقطة مهمة جدا يمكن كتير من الناس ما خدتش بالنا لكن اللي كان متواجد في الضوحة وفي استاد المباراة اللي فاتت بعد المباراة طبيعي جدا جدا أيا كانت النتيجة لازم لعيبة منتخب مصر يتعلم أنها تروح تحيي الجماهير تروح تحيي الجماهير مش في المكسب بس مش في البطولة بس أو مش في رفع الكاز بس مهم جدا كمان في حالة الخسارة منتخب مصر لازم وكل لعيبة منتخب مصر كان لازم يروحوا يحيوا جماهير مصر اللي كانت وما زالت وكانت هي في اعتقادي الشخصي كان عامل مهم جدا جدا في نجاح هذه البطولة في قطر الجماهير المصرية كانت يعني بتقدم ملحمة من المدرجات في التشجيع في الشكل في الأداء في الروح اللي بتبسه للعيبة فواجب على لعيبة المنتخب المصري كانوا كلهم يروحوا بعد انتهاء مباراة المنتخب التونسي آه خرجنا من البطولة لكن كان فيه واجب مهم جدا جدا يقوم بيه اللعيبة يمكن بس اللي راح وقد يعني واللي حقيقة الجماهير هو أحمد حجازي لكن منتخب مصر ولعبته لازم يعرفوا النقطة دي كويس قوي ان الجماهير كمان لها حق جماهير جاية بتستندق طول البطولة عاملة شكل أكثر من راع بتبس في روح الحماس وا 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 من حق الجماهير داية حتى وانت خسران ولازم وانت خسران بتروح تحيي الجماهير نتكلم على مستوى طبعا كيروش وأداء في هذه المباراة مش هتكلم عن المباراة دي لان كل الناس تكلمت بشكل مفصل عن غياب إزاي ما نزلش أحمد رفعت ما زال متمسك بمروان حمدي كراس حربة وجود أحمد محمد شريف كونج شمال وبعدين وينج مين تخبط كبير جدا جدا في أداء كيروش على المستوى الفني في هذه المباراة وتغييره لمجد أفشا ما بين الشوتين عدم الدفع بأحمد رفعت في مهند لاشين كان ممكن يشارك في المباراة يعني كلها علامات استفهام كبيرة جدا على كيروش في الأداء الفني وكمان على مستوى المؤتمر الصحف اللي أداء كيروش كمان كان غير مقبول لكثير من الناس واعتراضه الكبير على حكم المباراة اللي يمكن هو بيقول حكم أنه حسب درب الجزاء ولكن هو تراجع فيها دربة الجزاء مش هي اللي خرجت منتخبنا من التزامه أو من تفوقه لكن بكل أمانة المنتخب التنوسي كان هو الأفضل في هذه المباراة على المستوى التكتيكي على المستوى الفني وإحنا كمان ساعدنا أو الإدارة الفنية ساعدته بشكل كبير جدا أنه يفوز بهذه المباراة دي نقطة مهمة جدا والناس كلها تكلمت فيها لكن كان لازم نقول الكلام ده لأن دايماً إحنا مساندين للمنتخب المصري ولا الجهاز الفني لكن دايماً بقول عايز تنتقد انتقد بشكل إيجابي انتقد بشكل يدفع المنتخب لقدام كيروش عنده أخطاء فنية كتيرة جدا على المستوى مش هقول إراية المباراة لكن التغييرات على مستوى التشكيل لغاية دلوقتي فيه ناس كتير جدا مش مستوعبة يعني فكر كيروش بيفكر ازاي أو الدماغه بتفكر ازاي لازم اعتقاد الشخصي من مكاسب بقى البطولة دي أنه لازم يكون كيروش وقف على أخطاءه بشكل كبير جدا وده اللي ممكن نشوفه في المباراة القادمة أمام المنتخب القطري اللي هتكون كمان مباراة صعبة مباراة مش سهلة منتخب القطري منتخب يعني منتخب جيد جدا بيقدم مستويات جيدة فيها زي البطول جزئية أخرى وهي الجهاز المعاون لكيروش يعني المصريين أو الجهاز المعاون من طبعا الكابتن ديالساني سيد محمد شوقي بنتكلم على عصام الحضري والناس بتتكلم أن الأدوار مش مفهومة أو أدوارهم ملهمش دور بشكل إيجابي عايز أقول لحضراتك ويمكن أنا يمكن في 2019 كنت المساعد أو كنت المدرب العام لأجيري مهمة المساعدين للمدير الفني وخاصة لما يكون مدير فني أجنبي هي لازم تكون موجودة ولازم توصل للمدير الفني واعتقاد الشخصي كل اللي حضراتكوا بتفكروا فيه من تغييرات وعناصر لازم تكون موجودة وأكيد المساعدين بيوصلوا الصورة دية لكيروش لكن مين صاحب القرار؟ مين اللي هو صاحب القرار للأول وأخير؟ أكيد هو المدير الفني كيروش وبالتالي في ملامح كده كان محمد شاوي على سبيل المثال كان فيه نقاش مبين ومبين كيروش على كلام محمد شاوي توجهته للعيبة هو قال له لا ما توجهش وبالتالي كان فيه بعض المشاكل يتحلل بشكل إيجابي بعض الناس بتتكلم من كابتن دياء السيد بي يعني بيشتكي من كيروش ما بيستعينش بيه في فترات كتيرة لكن عايز أقول لحضراتك تانية في اعتقاد الشخصي أن الجهاز الفني أو اللعيبة أو الكابتن دياء ومحمد شاوي وكمان معاهم الحضري اعتقاد الشخصي أنهما بيوصلوا الصورة لكيروش لكن مين صاحب القرار هو طبعا كيروش وبالتالي تاني بنقول أن احنا لازم نساند جهازنا الفني للمنتخب انتقد بشكل إيجابي انتقد الأداء انتقد التغييرات انتقد انتقد ولازم الكلام ده يوصل لكيروش لازم أنه خلاص الكورة ما بقاش فيها العند ما بقاش فيها بالعكس احنا كنا بنشيد أنه هو بيطلع لنا وجوه جديدة طلع لنا عناصر جديدة لكن هو كمان لازم يعرف أن يعني احنا كجماهير أو الكورة المصرية بنزبر بنزبر لكن لازم يكون في الفترة اللي جاية لازم نكون على مستوى الحدث مستوى الحدث اللي هيبدأ من مباراة قطر هنشوف هل كيروش هيعدل الملعب بلغة الكورة كده يعني عدلة الملعب في وجهة نظري أن محمد شريف يكون راس حربة أن يكون أحمد رفعت ونجي شمال أن احنا نشوف زيده وزيزه ونجي يمين أن احنا نشوف محمد مجد أفشا بيبدأ المباراة وبينهي المباراة لأنه عنصر مهم جدا نشوف عمر السولية نشوف حمد فتحي اعتقاد الشخصي من مكاسب البطولة ديت هو الشغل الدفاعي للمنتخب المصر أن المنتخب المصر خلال البطولة حتى الأهداف اللي جات فينا اعتقاد الشخصي هي من كور سابتة يعني حتى مباراة الجزائر مباراة تونس كلها كور سابتة مفيش خلل دفاعي بشكل كبير وبالتالي مكسبنا لن احنا آه الشكل الدفاعي عندنا لا بأس به عندنا مشكلة في الشكل الهجومي عندنا مشكلة في الطلوع بالكرة من الخط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم الرابط مش موجود بشكل كبير عندنا شوية اهتزاز فيه أو حسن توظيف اللعيبة مروان حمدي خد فرصة كبيرة جدا جدا تاني مروان مش عايزين نقصه عليه مروان بيحاول بقدر امكانيات وانه هو يقدي بشكل جيد لكن دي امكانيات توظيف اللعيبة من حيث ان محمد شريف خلاص شفت محمد شريف مرة واثنين وثلاثة مش هو الوينج الشمال بتاعك او الوينج اللي مين اللي بيقدي لك خلاص يبقى راس الحربة لازم يكون موجود محمد شريف وكذا احمد رفعت اللي كنت بتنزله فترات مهمة جدا من مباريات حساسة بيجيب لك هدف من افضل واجمل اهداف البطولة ويكون على دكة البودلاء وعدم نزوله المباراة النصف النهائي ده كمان كانت علامة استفهام كبيرة جدا علامة استفهام كبيرة جدا لكن خلينا نتكلم في الملخص لازم نكون استفدنا جدا جدا من هذه البطولة ونطلع بايجابيات والسلبيات اللي حصلت لازم في الفترة الجاية نحاولها الايجابيات زي ما بتكلم في عملية الاختيار عملية توظيف اللعيبة عملية الدماغ النشفة الشاية والعند ما بديمشيش في الكرة بشكل كبير كل دي لازم نطلع بيها لان اللي جاي اهم عندنا بطولة افريقيا طبعا بطولة مهمة جدا عندنا كمان المباراة الفاصلة للوصول لكاس العالم وبالتالي الهم هو اللي جاي انتقد انتقد بايجاب وقف وراء فرقتك وراء منتخبك لان اللي جاي هيكون اصعب ده على مستوى طبعا ده على مستوى منتخبنا خلينا قبل ما نخش في الصحف العالمية قالت ايه عن الكرة العالمية نتكلم في كذا يعني خبر سريع جدا نبدأه بنجمنا الكبير محمد صلاح نجمنا الكبير محمد صلاح خارج قائمة افضل لعب العالم لعشرين واحد وعشرين في اعتقادي في مفاجأة غريبة جدا جدا ان محمد صلاح خارج بره هذه القائمة اللي اعلنها اتحاد اللاعبين المحترفين طبعا اللي يمكن القائمة هنشوفها مع حضراتكم اضمت تلاتة وعشرين لعيب من التلاتة وعشرين لعيب دول هيطلعوا احسن حداشر او احسن تشكيلة لأحسن حداشر لعب في كل بوزيشن في العالم عشرين واحد وعشرين في حراسة المرمة طبعا غياب محمد صلاح زي ما بقول حضراتكم تاني خلينا نقول بكل امانة ان محمد صلاح في عشرين واحد وعشرين مع ليبر بول مش محمد صلاح لكن ليبر بول ما كانش على المستوى وكمان على مستوى المنتخب المنتخب المصري طبعا يعني هنتكلم على الجزئية دية طبعا مع نقضنا الكبير اللي دفنا النهاردة في الحلقة المحترف طبعا الناقض الرياضي اهاب الجنيد خلينا نتكلم على كمان زي ما حضراتكم شايفين فيه تسعة لعيبة يعني على أرسهم محمد صلاح هم دول الغايبين عن قايمة المرشحين لفريق العام محمد صلاح عندك طبعا هاريكين اللعب الإنجليزي وطبعا قائد توتنهام لوكا مودريتش طبعا لعب ريال مدريد كانسيلو عندك كوارتوا عندك كيمتش لعيب البايرن مانويل ناير ماسون ماونت وطبعا دي ماريا دي كمان كلها أسماء خارج قائمة المرشحين لجائزة أو لفريق العام 2021 واللي يمكن اللجنة اختارت 23 لها على مستوى حراس المرمى فيه أليسون بيكر ده طبعا حارس مرمى ليبر بول فيه دونا روما طبعا حارس مرمى باريس سان جرمان وطبعا إدوارد مندي طبعا أليسن غالي حارس مرمى تشيلس على مستوى خط الدفاع جوردي ألبا ده طبعا بارشلونا ديفيد ألابا طبعا ريال مدريد أرنولد الباك يمين لليبر بول بونوتشي طبعا سير دي باك أليو فينتوس دانيا ألفش طبعا بارشلونا وطبعا دياز قائد دفاع منشستر سيتي على مستوى خط النص بوسكتز طبعا بارشلونا برونو فرنانديز طبعا البرتغالي ونجم منشستر يونيتد كيفين دي بروين البلجيكي ونجم المان سيتي فرينك دي يونج طبعا في فريق بارشلونا جورجينيو طبعا الإيطالي في فريق تشيلسي كانتي في فريق تشيلسي وعلى مستوى خط الهجوم كريم بن زيمة النجم الفرنسي وقائد ريال مدريد طبعا هالند طبعا في قائد وأسطورة طبعا دورتموند وعندنا طبعا روبرت ليباندويسكي البولندي المهاجم البافاري ولوكاكو طبعا في تشيلسي وإمبابي في باريس تانجرمان ليول ميسي في باريس تانجرمان وأخيرا طبعا نمار على مستوى باريس تانجرمان وكريستيانو رونالدو في طبعا طبعا القائد الساعتك كان طبعا بيلعب في ريال مدريد حاليا في المان يونيتد ده الـ 23 اسم اللي هيكون منهم أفضل 11 لاعب في العالم 2021 وقلنا من دمن الأسماء دي كريم بن زيمة كريم بن زيمة على فكرة دلوقتي بدأ يغازل ريال مدريد بالانتقال إلى باريس تانجرمان كريم بن زيمة حينتقل لباريس تانجرمان من الوارد لأن كريم بن زيمة قال في بعض التصريحات على لسانه أنه ما عندوش أي مشكلة في الرحيل لباريس تانجرمان حال ضم طبعا ريال مدريد الهداف الكبير هالند في الفترة اللي جاية زي ما بقول لحضراتكم هالند بيعمل مستويات أكتر من رائعة مع دورتمون وكل الطوب تيمز على مستوى يعني على مستوى الأوروبي يطمحوا في الحصول على طبعا خدمات هذا اللاعب فطبعا بن زيمة قال المجال بالنسبة لي مفتوح أننا نروح باريس تانجرمان في حالة وجود هالند في ريال مدريد راموس راموس طبعا تصريحات مطيرة جدا جدا ده طبعا تصريح بتاع اللي قدام حضراتكم تصريح كريم بن زيمة اللي هو بيفتح أو فاتح الباب أمام باريس تانجرمان للانتقال في حالة طبعا وجود هالند في ريال مدريد الموسم القادم خلينا نروح للزميل السابق طبعا بن زيمة نروح لراموس وراموس كان طالع بتصريحات تصريحات قوية جدا حضراتكم عارفين إن القرعة طبعا إن هتلاعب باريس تانجرمان حيلاقي ريال مدريد في دور الستاشر في التشاملونز الأوروبي أبطال أوروبا يوم الاثنين طبعا حضراتكم عارفين يعني كان بيتكلم على يعني إن راموس هيرجع تاني لملعبه القديم وإنه طبعا هو على لسانه بيقول أنا سأقاتل من أجل باريس تانجرمان وتعليئا طبعا على فعاليات القرعة على متن الطائرة كانت القرعة إن احنا هنواجه منشستر يونايتد وهو كان بيقول بالنسبة له المان يونايتد شيء لطيف يعني قهوان شوية من طبعا ريال مدريد لكن طبعا فوجأ طبعا باستضامه بطبعا نديه اللي قضى فيه سنوات طويلة جدا جدا نادي ريال مدريد وخلينا تكلم على جزئية مختلفة شوية إن راموس في فترات يمكن الفترات من تقريبا من سنة ونص كان راموس بيقول إنه هو وده طبعا تصريح كان قديم لراموس بيقولك أنا مش ممكن يعني حارب مع أي فريق ممكن يكون ضد ريال مدريد يعني هو دايما بيقول إن أنا مش هنتقل لفريق أو عمري ما هلعب ضد فريق مع فريق ضد ريال مدريد وأعتقد الكرة دوارة والدنيا دوارة يا راموس ودلوقتي بيقول طبعا لأ أنا سأحارب أمام طبعا وده التصريح التاني وما بين التصريح والتصريح مع أعتقد سنة واحدة فين بنقول لراموس طبعا يعني الكرة دوارة والدنيا دوارة وأكل العيش مر دلوقتي بيلعب في باريس سان جرمان وبالتالي بيقولك أنا خلاص بعد ما كان بيقول إن أنا عمري ما هلعب في فريق يحارب أو ينافس ريال مدريد دلوقتي بيقول إن أنا سأخاتل من أجل باريس سان جرمان أمام ريال مدريد طبعا ده كان جزئية بالنسبة لراموس كمان زي ما بيقول لحضراتكم تفتكروا طبعا قرعة دور الأبطال والمشكلة الكبيرة اللي وقع فيها الوافا في التكنيكال فوض يعني كان فيه يعني عطل فني هما سموه يعني كان فيه خطأ فني في القرعة لكن اتهامات على مستوى كبير جدا في الصحافة الأسبانية اللي وصفت هذا هذه القرعة بالتلاعب بخط كبير جدا جدا في صحيفة أسبانية كبيرة طبعا صحيفة مركة الأسبانية الأسبانية اللي قدام حضراتكم وبتقول فيه تلاعب واضح جدا فيه أو تلاعب شديد فيه طبعا قرعة أبطال أوروبا ووقوع ريال مدريد أمام فريس سان جرمان طبعا اللي حيقابله يعني قبل القرعة أو في أثناء القرعة طبعا كان حيقابل بن فيك لكن خلينا نتكلم لغاية دلوقتي على المستوى الصحف العالمية طبعا فيه يعني فيه هجمة شديدة جدا جدا على أرعة دوري أبطال أوروبا طيب نروح بقى لميسي ميسي الأسطورة وفيه جدارية أو حائد كبير جدا جدا اتبنى لميسي في موسكا بترأسه بلدية مدينة روزا ريو الأرجنتانية بتصمم جدار ضخم جدا للنجم ليول ميسي طبعا أكثر اللاعبين موهبة في تاريخ الأرجنتين هذا الجدار قدام حضراتكم طوله حوالي 90 متر وطبعا قالت إدارة المدينة أنها تمثل يعني عربون ثناء لألبرغود المولود على أرضها وتحمل يعني بتحمل هذا الجدار عنوان من مجرة أخرى من مدينتي طبعا صمم هذا الجدار الكبير مارلين وليسراندرو وتصوير الجدار هو ميسي طبعا وهي أحمل شارط قيادة المنتخب الوطني الأرجنتيني مرتدي طبعا القميص رقم 10 ودعا يده على صدره تحت أشعة شمس ساطعة وطبعا وجهت الدعوة البلدية وجهت الدعوة لتلاميذ المرحلة الابتدائية لحضور مراسم الكشف عن هذه اللوحة تعتبر اللوحة الجدارية دي جزء من مشروع كبير يهدف إلى طبعا لفت نظر العالم إلى ميسي من موليد مدينة روزاريو من خلال رسم هذه الصورة العملاقة على هذا الجدار الكبير طبعا يعني ميسي ما فيش شك طبعا أنه صورة كبيرة جدا جدا وطبعا مدينته بتحاول تخلد اسمه في التاريخ من خلال هذا الجدار طيب تعالوا نبدأ مع حضراتكم نشوف أهم عنوين الصحف العالمية في الرياضة وخاصة من كورت القدم قالت إيه هنا في المحترف يلا نبدأ جولتنا في أسبانيا تحديدا جريدة ماركا الأسبانية ركزت على سلاسي خط وسط ريال مدريد كازيميرو توني كروز ولوكا مودريتش وكتبت السلاسي الخالد طبعا ثلاثي رهيب جدا على مستوى الكرة العالمية طبعا وكلهم على مستوى عالي جدا اهتمت كمان الصحيفة بإعلان سيرجو أجويرو طبعا مهاجم برشلونة اعتزاله لكرة القدم وكتبت أجويرو وداع بالدموع يعني طبعا فيه طبعا احنا نتكلم على أجويرو تمام اللي هو أعلن اعتزاله كرة القدم بسبب طبعا ظروفه الصحية صحيفة اهتمت بنتاج لقاءات الدور التاني من كاس ملك اسبانيا ويتأهل عن دات الدرجة الأولى على مستوى اسبانيا لسه في جريدة سبورت الأسبانية ركزت على إعلان طبعا الأرجنتيني أجويرو في العودة لبرشلونة وأوباما يانج في غرفة الانتظار لسه في اسبانيا مع جريدة اسبانية اللي ركزت على صراع باريس سان جيرمان وريال مدريد على المدافع الألماني أنتونيو رودريجي كتبت وكتبت ريال مدريد وباريس سان جيرمان يتصرعان من أجل رودريجي طبعا اللاعب الكبير اللي عنده مشاكل كبيرة جدا مع تشيلسي في طبعا نوعاته هينتهي مع نهاية هذا الموسم ومن حقه يمدي من خلال هذا الشتاء يعني في يناير ممكن يمدي طبعا لعيب كبير جدا لكن مستوى كان كبير جدا مع تخل هو اللي طور مستوى ودلوقتي فيه صراع كبير ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد للحصول على خدمات هذا اللاعب الجريدة كمان تحدثت عن طبعا اعتزال أجويرو لقرة القدم وكتبت أجويرو كان طبعا لعلى سوان أجويرو أنه هو كان بيقول كان بيودي البقاء في بارشلونة لكن الأطباء لم يشجعوني ده طبعا كانت رسالة كده حزينة بالنسبة طبعا لأجويرو أنه كان يتمنى البقاء في الملاعب والاشتراك مع بارشلونة لكن طبعا قرار الأطباء لعدم جهزيته ويعني الحالة الصحية لا تسمح له بالاستمرار في الملاعب اهتمت كمان الجريدة بإصابة لوكا موتريتش ومارسليو لاعب طبعا ريال مدريد بفيروس كورونا ميرور سبورت هنروح ونسيب أسبانيا ونروح لطبعا إنجلترا تحديدا صحيفة ميرور سبورت الإنجليزية اللي ركزت على غضب مدربي الأندية الدوري الإنجليزي الممتاز من انتشار فيروس كورونا في صفوف اللاعبين والتقنين وكتبت مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز غاضبون من انتشار فيروس كورونا كمان الجريدة اهتمت بفوز الأرسنال على واستهام يونيتد 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وصعود طبعا أرسنال إلى المركز الرابع نروح لفرنسا جريدة الكيب الفرنسية اللي اهتمت بفريق ليل وطبعا فترة الانتقالات الشتوية وكتبت ليل وفترة الانتقالات الشتوية الخطرة ركزت صحيفة على أخبار إلغاء نهايات أمم أفرقيا وتأثيرها على لعب الأندية الأوروبية والأفرقية وكتبت لا لأفرقيا وكتبت كمان هناك نقوص خطر من فرنسا ولن يذهب أي لاعب له بطولة أمم أفرقيا بدون ضمان صحي دي طبعا على مستوى الصحف الإيطالية كتبت أن كمان بطولة أمم أفرقيا في خطر لكن الكاف طبعا بينكر ذلك الصحيفة كمان اهتمت بتطورات تجديد نابولي العقد إنسيني وكتبت إنسيني ونابولي القرار في يناير قبل ما نروح لفاصل نقطة سريعة جدا دلوقتي في حملة شرسة جدا جدا من بعض الأندية وخاصة من الاتحاد الأوروبي على إقامة بطولة أفرقيا في موعدها القادم طبعا حضراتكم عارفين فيه لعبة كتيرة جدا جدا في أفرقيا بيلعبوا في الطوب تيم في الدوريات الأوروبية لكن يمكن بعض يعني بعض الاتحادات بدأت ما تروحش للنقطة دي بدأت تروح لنقطة مختلفة شوية بتضغط إن الكاميرون وإنها خايفة من فيروس كورونا المنتشر حاليا وإنها خايفة على صحة اللاعبين من هذا الفيروس وإن اللعيبة مستحيل تسافر لهذه البطولة من ناحية عدم طبعا الإمكانيات الضعيفة في الكاميرون وعدم يعني اكتمال بروتوكول الوقاية من فيروس كورونا في الكاميرون كلها زي ما بقول لحضراتكم تحديات كبيرة جدا جدا للكاف وأنا في رأي لازم يكون فيه وقفة قوية جدا لأن البطولة أفريقيا أفضل لعبي العالم وبالتالي هناك يعني فيه حرب شرسة على الكاف من الاتحاد الأوروبي وكثير من الأندية الأوروبية لتأجيل هذه البطولة أو الغاءة في الفترة اللي جاية وأنا في اعتقاد الشخصي إن شاء الله سيكون فيه حل عشان خاطر طبعا من نادي الأهل أكيد سيكون فيه حل في الفترة اللي جاية ممكن جدا البطولة تتأجل تبقى في الصيف القادم كل دو هنعرفه خلال الأسبوع اللي جاية هنا مع المحترف فنطلع لفاصل سريع بعد الفاصل معنا الناقد الريادي المتميز إيهاب الجنيدي وحديث طويل عن الكرة العالمية أهلا بحضراتكم وبرحب بحضراتكم وبرحب بضفنا النهاردة في المحترف الصحفي والناقد الريادي المتميز إيهاب الجنيدي مساء الله خير يا بب مساء الله خير يا كابتن هاني وتحياتي ليك ولكل جماهير النادي الأهلي منوّرنا ربنا خليك كابتن عندنا أحيات كتير جدا نتكلم عليها النهاردة أهمها طبعا ما يشغل طبعا كل الشعب المصري هو المنتخب القومي وخروجه أمام المنتخب التونسي في مباراة نصف النهاية في كاس العرب عشرين واحد وعشرين إيه رأيك في الموتش طبعا يا كابتن بسم الحمار الحين نبدأ نقول أننا زهور سيء جدا أسوأ مباراة لمصر يعني رغم أن فيه مباراة لبنان ما كانش الظهور جيد بس كنا أفضل من كده كان فيه هجمات كان فيه شغل كان فيه حاجة بتتعامل جهة الملعب إنما إحنا ماتش تونس أنا مش هزاول ما جناش المباراة ما كناش موجودين الهجمات اللي جت لنا جت لنا فرص على فكرة أخطر من فرص تونس ولكن جت بشكل عشوائي يعني الفرص اللي اللي حققها منتخب مصر أو اللي أتيحت لمنتخب مصر زي ما حركت بقت ما كانتش مبنية على هجمة هجمة مدروسة ومعمولة واحد اتنين تلاتة اللي عيبة توصل لمرمى الخصم ازاي لا احنا ما كانش عندنا ده احنا وصلنا كل الهجمات اللي وصلناها سواء الكرة اللي مرون حمدي ضيحها ووقفة لأنها تسلل هو قريدي ضاعت يعني برضو منه قبلها وما كانتش تسلل والكرة التانية اللي هو تدخل هو ومصطفى فتحي برضو مع بعض فرصة سهلة جدا برضو ما كانتش كانت خطأ من الدفاع اتقطعت الكرة وروحنا بيها عجون فين الجمل اللي عملها منتخب مصر في المباراة ما كانش فيه وانا شايف ان ده بشكل اساسي لسوق توظيف اللاعبين داخل الملعب زي ما بقول كده ان كل واحد حطه في مكانه انا هو ده اللي رسالتي لكروش اللي عايز اقولها ان انت حط كل واحد في مكانه يعني انا ازاي عندي هداف الدوري المصري والفروض الاول بتاع مصر الهداف وما بحطوش دايما رأس حربة محمد شريف يعني اولا ما ببدأش بيه انا عايز اتكلم معك في موضوع كروش كمان يعني كل الناس والسوشيال ميديا تكلمت بشكله وباخر عن كروش وعدم لغاية دلوقتي الشارع المصري او الشارع الرياضي المصري في كرة القدم مش فاهم كروش بيفكر ازاي ومش فاهم الاستراتيجي بتاعته بشكله يمكن انا هنا في المحترف اتكلمت على نقطة انه قد يكون انه يعني بيحاول يشوف وجه جديدة بيحاول يقف او يوسع قاعدة اللاعبين على المستوى الدولي لكن من الواضح في المباراة دي ان علامات استفهام كبيرة جدا على ادارته للمباراة ادارته للمباراة من حيث التشكيل وده خلي بالك موضوع التشكيل ده من بداية البطول لكن على مستوى التغييرات على مستوى اراية الخصم على مستوى اراية اللعب على مستوى انك ممكن جدا وانت واقف على الخط ممكن تشوف على سبيل المثال حسين فيصل لعيب مميز ولكن كان واضح جدا مع بداية مباراة تونس أنه مش قادر مجهد كل كرة مأتوعة وبالتالي كان لازم يكون فيه تدخل بشكل جيد في إدارة المباراة شايف كيروش مش هاقول لك تقييمك لي على مستوى المباراة كلنا عارفينه لكن يعني أنت قريته إزاي كصحفي وناقض رادي قري كيروش إزاي من أنهي حتى بالزبط كيروش يا كابتل مدرب عنيد عنيد مدرب عنيد ودي مشكلة كبيرة ولا يستمع لأحد وديه اللي يتفجر الأيام الجاية وأنا بقولها لك من هنا كابتل فيه مشاكل بينه وبين الجهاز الفني المساعد لي كيروش لا يستمع لأحد ما بيستمعش كابتل ضياء السيد موجود معاه ما بنحسش أن فيه أي نقاش حتى ما بنشوفش أن فيه أي كلام شوف كده المتشكل لها حتى الآن اللي لعبها مع منتخب مصر قولي أن فيه لقطة جت لقطة راحدة جتت شافت على الشاشة أنه على الشاشات أنه بيتكلم مع كابتل ضياء السيد اللي المفروض المدرب العام ما فيه أي تفاهم بينه وبين الجهاز فيه خلافات بينه وبين الجهاز واضح جدا يعني ما بياخدش برأي حد وانت راجل مدرب يعني بيتكلمنا في النقطة دي خلينا نتناقش في النقطة دي لأنه كمان مش عايزين نزلم الناس المصريين الموجودين هي مهمة الجهاز المعاون إيه مهمة الجهاز المعاون أنه لو شايف حاجة أولا تأهيل اللعيبة والكلام ويمكن على مستوى المصريين أنك بتحفزهم بشكل كبير لأن الأجانب ما عندهمش تحفيز زي المصريين بشكل كبير طبعا تحضير التدريبات كل دوت مهم قبل المباراة لكن من خلال المباراة أنه كل اللي ممكن يقوله الجهاز المعاون أنه والله يا مستر كروش أنا شايف التغييرة دي هتبقى منازبة في الديئة كذا لكن القرار بتاعه يعني القرار بتاعه بس هالمعنى كده كابت أنه مالوش أنه إن أنا أبدي رأي لازم كمدرب مساعد لازم إن ده العيب ده كذا إن ده محتاجين نغير ده إن ده محتاج يقعد إن ده بيلعب في مكان مش مركزه صحيح يعني أنا عايز كروش هو كل اللي هيتضبت منتخب مصر الفترة الجاية ستة لعبه ستة تمانية لعبه تمانية تسعة لعبه تسعة إنما اللغبطة اللي عاملها في منتخب مصر اللي إحنا مش عارفين كل ماتش أنا شفت حسين فصل في مركزين مصطفى فاتحين بارح لعب في كل حتة تقريبا نزل يعني نازل بديل شوية شفته يمين وشوية شفته شمال شوية شفته في النص تحت راس الحربة شوية رجع وراء في نص الملعب الثاني أنا مش عارف هو بيلعب إيه يعني تغيير التغييرة دي واللغبطة دي يعني ما بتخدمش الفرق النقطة الثانية يا كابتن المهمة جدا إن أنت كمدرب لازم ما تبقاش كتاب مفتوح منتخب مصر أمام المنفسين حتى منزل الكبير بعد المبرأة ليه قال كنا حفظين طريقة لعب منتخب مصر ولا إناها توقعناها ولا إناها أنت بتواجه تونس غير ما بتواجه السودان غير ما بتواجه لبنان غير مطش الجزائر لازم وده اللي بيعمله مصرماني في الأهلي على فكرة وفي بعض اعتراضاتها عليه مع أني أنا مقتنع تماما باللي بيعمله مصرم مصرماني في الأهلي كل الناس اللي اعتردت دولها كيفين طريقة اللعب كيفين التغيير يعني احنا مش عارفين طريقة لعب المصرماني مصرماني بينفذ الفكر الحديث في الكرة العالمية كل مباراة لها ظروفها كل خاصة ليه طريقته اللي تناسبه طب مصر هوية وشخصية شفنا الكلام ده على مستوى المنتخب الجزائري ليه هوية وشخصية حتى أيا كان المنافس لكن فيه شخصية للمنتخب الجزائري فيه شخصية حتى للمنتخب التونسي اللي أنا شايف أنه يعني رغم طبعا بنقوله مبروك لكن رغم الفوز كان الخصم في المتلاون لكن ما كانش بالمستوى العالي يعني نتكلم بكل أمانة ايه الفرص اللي راح بيها المنتخب التونسي أنا مش فاكر فرص كتير يمكن عندنا مشكلة الغد دلوقتي في الكرات العرضية الكرات السابتة ما زالت قافة الكرة المصرية رغم وجود لعيبة بتلعب بدمحة كويسة قوي زي حجازي والوينش وواواواوا لكن ما زلنا عندنا مشكلة في الكرات السابتة فطبعا زي ما بقولك يعني المشكلة أنك تفقد هويتك المشكلة أنك تفقد شخصية المنتخب المصري فيه فيه أوقات كان لازم في اعتقاد الشخصي خاصة مباراة تونس كان لازم تفرض فيها شخصيتك لأن احنا كمان بنبص للأدام هل شعرتها كابتن هاني من خلال مباراة المنتخب المصري أن احنا لنا الشخصية دي اللي بتتكلم عليها الشخصية في الكرة اللي معروف بها أي منتخب أنا لم أجل لمصر أو لمنتخب مصر هوية وشخصية معروفة في المباراة الأربعة وباستثناء مباراة أنا مش عايز أتكلم عندها كتير ووقف عندها كتير مباراة السودان اللي الكل بيتكلم عليها منتخب ضعيف أنا أسف كلمة ضعيف يعني أقل من الضعيف بدليل نتائجه مع كل الفرق البطولة حتى لجناني اللي هو أضعف من مصر والجزائر تغلب عليه بهدفين برضو في المباراة الأخيرة بينهم إذن ما نقيمش على مستوى منتخب طب إيه اللي يعمله كروش في الفترة اللي جاية طبعا ده السؤال خلينا اللي فات فات أكيد تعلمنا دروس كتير جدا لكن في اعتقادك ما هو يعني إيه المفروض يعمله كروش في الفترة اللي جاية علشان أولا مهم جدا المنتخب يبقى عنده ثقة في نفسه الجماهير يبقى عندها ثقة في الجهاز الفني لأن زي ما بقولك اللي جاي أصعب اللي جاي عندنا بطولة قوية جدا البطولة الأفريقية وبعدها عندنا طبعا المباراة الحسمة للوصول لكاس العالم إيه المفروض يعمل لكروش الفترة اللي جاي أول حاجة كابتل لازم يبقى فيه سكوهات لمنتخب مصر سكوهات معروف بالبودلة هما دول زي أي منتخب في العالم هي دي مجموعة المنتخب بتاعتنا خلاص انتخدت الفرصة هي كبيرة جدا في البطولة بطولة كويسة جدا أنا شايف رجم كل الانتقادات دي دي كانت فرصة كويسة جدا قدام كروش بطولة مفيدة طبعا جرب عدد كبير جدا من العناصر الظروف تحتمت عليه في البطولة دي أو فرضت عليه في البطولة دي غياب العيبة بيرامدز والنادي المصري برضو فيها عناصر مميزة منهم بتنضم للمنتخب غياب المحترفين عندنا يعني إحنا لو بصنا أول حاجة لسكوهات مصر إحنا عندنا فيه أربع العيبة كده أساسيين غايبين بالأسماء محمد النني أحد العناصر القوية جدا في نص الملعب وعندنا خط الهجوم بالكامل غايد خط الهجوم الأساسي بتاع منتخب مصر المكون من مرموش ومصطفى محمد رأس الحربة ومحمد صلاح في جهة المين أو لو جبنا مكان مرموش محمود حسن ترزيجي إذن يقبأنا خط الهجوم بتاعي بالكامل غايد مع احترامي لكل العناصر الموجودة دي الفترة الجاية مش كلهم هيتاخدوا طبعا واحد أو اتنين من العناصر اللي شفناها في بطولة كاس العرب هيتم موجودين معاه كبدلاء إنما الخط الهجوم الأساسي المنتخب مصر الأساسي والبديل غالبا هيتم محترفين في خط الهجوم يعني لو اتكلمت على رأس الحربة أنا عندي اتنين متقلقين جدا في أوروبا مصطفى محمد وإحمد ياسر ريان ابن النادي الأهل بجانب محمد شريف كمان بجانب محمد شريف طبعا يعني أحمد ياسر ريان حرقم التابع طبعا التقالب كل هو عليه دلوقتي في الدولة التركي تريزيجي رجع ولعب مع شباب أستون فيلا وجاب هدف جميل جدا ورجع وبقى جاهز فبقى عندي مرموش حاليا وبقى عندي تريزيجي بقى ممكن دلوقتي يستفيد بمرموش زي ما بيلعب في شتوتجرد يرجع وررصينا الحربة ممكن يستفيد به في المكان ده المكان ده برضو وضح إن مصر اللعيبة اللي فيه برضو كابتين ما قدتش المأمول منها فترة الفاتي بالنسبة كميرا مرموش كمان على مستوى متابعه في البوندزليجا عنده ميزة كويسة أنه ممكن يلعب يعني يلعب وينج شمال وبيأديها بشكل أكثر وعدها مع المنتقب المصري كمان بيلعب سترايكر وبيلعب كمان تسعة ونص وبيلعب زي تحت بس الحربة بقول الحراكة أنه عنده يعني لعيب متميز جدا بيدي له خيارات كتير بجانب أن كيروش الفترة الجاية هو نفسه تصحات الجهاز الفني لسه برضو بيبص على لعيبا لبرة هو الراجل مؤمن تماما بفكرة المحترفين وأنا بقولها أن معظم العناصر بتاعت المنتخب المصري مع كيروش هتبقى محترفين لو فيه يعني هو دلوقتي أقرب حاجة بيرقبه برضو بيرقبه أنا بقولها الجمهير النجم أحمد حمدي نجم نص ملعب النادي الأهلي واللي طلع دلوقتي محترف وخد بطولة البطولة في كندا مع فريقه بيقدم أداء متميز جدا بيرقب كذا العيب صغير بيلعبه في تركيا وألمانيا من مصر حاليا هو الراجل من التجربة دي عايز برضو يوصل للأساس بس أنا بقولي أن خلاص ما فيش وقت دلوقتي قدامك بطولة أفريقيا خاصة لو أقيمت في المواد بتاحها الشهر الجاي وإن كنت يعني من وجهة نظر الشخصية أنا مستبعد ده يعني في صعوبات كتير بس لو أقيمت البطولة خلاص أنت لازم دلوقتي في الفترة دي وبعد بطولة كاس العرب والتجربة الكبيرة الخمس ماتشات اللي لعبتهم والسادس بماتش الثالث والرابع لازم تكون أنت وقفت دلوقتي على سكواد منتخب مصر بإضافة المحترفين لازم تعرف مين العناصر اللي هتقدر تحقق لي هدفي النقطة الثانية لازم يقبل مصر إذا محرك قلتها كابتن شخصية لازم يقبل لي جمل هجومية معينة إحنا كنا بنقول كابتن الجهري الله يرحمه كان كذا الفولات بتتلعب بطريقة معينة اللعيب بيجري زي ما شفنا في قاس أمم أهداف معينة يعني بعض الجمل المحفوظة لازم يبقى مصر لها حاجة أنا مش شايف أي حاجة لمصر يعني مش شايف أي حاجة أنا تقريبا بيلعب كروش اللي شفناه في المبارات انزل وزي ما تيجي معنا أنت عارف اللي مزعل الناس مزعل بعض الناس لأنه كان في إيدينا أنه نظهر بشكل أفضل لو بس زي تاني بلغة الكرة كده عددنا الملعب شوية وزي ما أنت قلت أنك بتوظف كل اللعيب في الحتة بتاعته أنك لو عندنا خط وسط أكتر من رائع وجود طبعا عمر السولية وجود حمدي فتحي عندنا كمان بدائل على مستوى مثلا حسين فيصل بتتكلم على مهند فكل دي عناصل لكن كل واحد في مكانه أحمد رفعت علامة استفام كبيرة جدا بينزل المباريات بيقدي بشكل أكتر من رائع بيحرز أهداف وما بينزلش المباراة في الوقت اللي فيه كمان حسين فيصل ما كانش قادر في الشرط الأولاني فدي كلها علامات استفام نتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية نكون الاستفادة على مستوى توظيف اللعيبة بشكل أفضل كابت المدرب منتخب تونس بعد المباراة في تصرحاته قال أنا ريحنا ما طلع أفش طبيعي طبعا كلنا استغربنا أول تصريح قاله أنا ريحنا نطلع إحنا عادين بنتفرج بنقول هيطلع مروان حمدي وهيطلع حسين فيصل وهيعمل تغييره في الملعب وينزل أحمد رفعت وشريف وشريف يخش قدام مكام مروان تفاجئنا بحاجات تانية خالص وصمى فيصل لنازل يعني فيه إصرار عجيب يعني مع احترامي لكل لعب تقدير فيه إصرار غريبة على بعض اللاعبين في بعض المراكز أنا مش ممكن في أي دولة في العالم الكلام ده تقوله إن أنا بعندي هدف الدوري بتاعي وهدف البطولة ومختاره العالم كله مختاره ضمن أفضل خمسين لعب في العالم في الهدف زي محمد شريف وأنا مبلعبش بيه يعني صحيح لازم كيروش يجاوب على الأسئلة دي بعد البطولة احنا مش هنتكلم طبعا مش عايزين نتكلم برضو كتير بشكل جامل دولة لأن لسه فيه مباراة مهمة يوم السبت هنتكلم على مباراة طبعا مصر وقطر وكمان مباراة يعني مباراة كمان الجزائر وقطر في النصف النهائي التاني كان أظهرت مدى قوة المنتخب القطري بشكل كبير جدا لأن زي ما بقولك نتيجة 1-0 يعني زي ما بقولك ما كانش عندنا خطورة واضحة على محمد الشناوي في بعض الكور السابتة ممكن كان فيه بعض الخطورة لكن خطورة كاملة خلال المباراة ما كانش فيه دي الأرقام طبعا لفوز المنتخب التونس 1-0 نسبة الأهداف المتوقعة كانت قريبة للمنتخب التونسي كانت أفضل سنة طبعا مصر 1.1 لتونس 1.6 نسبة الاستحواز تقريبا قريبة 45 منتخب المصري 55 لتونس التمريرات المنتخب المصري مرر 387 تمريرة بنسبة 81% المنتخب التونسي 481 تمريرة بنسبة 83% كلها أرقام قريبة جدا التصويبات على المرمى مصر 8 تصويبات منها 3 ما بين القائم والعرضة المنتخب التونسي 11 تصويب ما بينهم 3 ما بين القائم والعرضة عرضيات كانت للمنتخب التونسي كثيرة جدا 23 عرضية مقابل تسعة للمنتخب المصري وكمان الركنيات كان عشر ضربات ركنية للمنتخب التونسي مقابل ركنية وحيدة لمنتخب مصر رغم الأرقام بتتكلم أن فيه توازن شوية أو فيه تقارب في المستوى على المستوى الهجومي يعني نقدر نقول للمنتخب التونسي كان أفضل سنة لكن ما كانش فيه خطورة واضحة للمنتخب المصري وده خلي بالك لو نتكلم على إيجابيات وسلبيات ما ظهر على المستوى الدفاعي للمنتخب المصري خلال البطولة لا بأس يعني في اعتقاد الشخصي جيد جدا عندنا مشكلة وحيدة في الكرات السابتة والكرات العرضية المشكلة الأكبر على مستوى الخط الهجومي هو ده المشكلة الكبيرة وزي ما أنت بتقول توظيف اللعبة في أماكنها طبعا هيعدل شوية الشكل داي طيب أولا شفت مباراة قطر والجزائر ازاي أقوى مباراة في البطولة حتى الآن يعني شفناها بعد مباراة مصر والجزائر اللي كانت قوية جدا حيالة المنتخب الجزائري بيفرض أداء رائع جدا في كل مبارياته بيانال احترام العالم كله بيتكلم عن مبارياته حتى المباراة اللي لعبها مع المغرب كانت مباراة قوية جدا جدا يعني المباراة التقريبا يعني قبل بتاعتين باري ممكن نقولي أن هي الأقوى في البطولة عمله مطشي قوي جدا قطر عندها منتخب قوي جدا هيتعبنا وهيرحقنا هنتكلم في ده يعني مباراة صعبة جدا اللي بتنتظرنا قدام قطر فأنا عايزة أسألك طبعا كلنا كنا بنشيد بالتحكيم في هذه البطولة على مستوى كبير جدا جدا لكن كان فيه في دور النص النهائي كان فيه بعض المشاكل على سبيل المثال حتى مباراة قطر والجزائر كان فيه الحكم حسب وقت إضافي مبالغ فيه جدا جدا ويمكن بعض وسائل الإعلام حتى على مستوى العلام تكلمت أن 19 دقيقة وقت بدل ضائع ده رقم قيازي يعني لو تقدر تفهمها لنا أنا مش فهمها حتى الآن يعني هو حسب 9 دقائق وده كان رقم مبالغ فيه لأننا كنا بنشوف المباراة ما كناش يعني بعيد عنها شايفين المباراة وشايفين الوقت اللي ضاع فيها يديني 5 دقائق ماشي يعني لو قال 5 دقائق في الشط التاني من المباراة مع التغييرات لأن كل تغييرها هيحسب له نص دقيقة تغييرات الفريقين مع الكلام ده هقول 5-6 دقائق هيحسبهم آه مبلوعة إنما 9 دقائق كانت كتير قوي بعد كده اتفاجئنا مع 9 دقائق أنه بيلعب للضيئة 18 هدف بيجي في الضيئة 16 من ضرب الجزائر طبعا في الضيئة 18 أنا أعتقد أنه نسي تقريبا وافتكر أنه بيلعب الشط الإضافة الأول حقيقة طبعا كانت مباراة مطيرة جدا لكن تعالوا برضو مع بعض نشوف الأرقام دي أرقام مباراة قطر والجزائر اللي أنا شفتها أنها من أفضل المباراة على مستوى التحدي على مستوى التموحات على مستوى الإسرار لأن المنتخب كمان القطري كان متأخر وجاب جون في آخر الدقائق وفي الديئة طبعا 19 في الوقت البدل الضائع المنتخب الجزائري بيفوز بضرب الجزائر طبعا جزائر 2-1 استحواز كان لصالح المنتخب القطري 58% مقابل 42 للجزائر التصويبات على المرمى 12 المنتخب الجزائري منها 5 ما بين القائم والعرضة 10 لقطر ما بينها 2 ما بين القائم والعرضة هنأخذ من الأرقام دي برضو إيهاب عشان نتكلم على مباراةنا مع المنتخب القطر ركنيات 8 لصالح الجزائر 3 لقطر الكروت الصفرة 3 للجزائر 1 للمنتخب القطري وما فيش كروت حمراء خلينا نتكلم طبعا كان المنتخب القطري ظهر في البطولة بشكل جيد على مستوى المجمعات كان حق طبعا العلامة الكاملة في 3 مباراة بتسعة نقاط كمان على مستوى دور طبعا 8 ودور قبل النهاية من المنتخب إيه أهم ما يميز المنتخب القطري منتخب القطري منتخب يعتمد على مجموعة من اللاعبين سراع جدا يتميزوا بالسراعات منتخب القطري الأقوى يكون في البطولة حتى الآن ماشي بنتاج بيحقق أهداف كبيرة جدا في مبارياته حتى مباراة يعني دور التمانية المفروض مباراة دور التمانية والمباراة دي أنت ما يمتهيش بالنتاج دي قدر يكسب قطر الإمارات بخماسية نظيفة يعني كانت نتيجة كبيرة جدا في درب الخليج زي ما بيقولوا بينه وبين الإمارات عنده مجموعة كابتن قدام يعني مميزة جدا وورا وفي نفس الوقت عنده في كل ما بس أنا عايز أتكلم على الأربع العيبة معينين في الهجوم المؤيز علي الهداف الخطير والموهوب أكرم برج المرأبة ده مساء الله يعني عليه جنب وعليه تكوف هيا والموهوب أكرم عفيف وطبعا حتى البديل الهجوم اللي بينزل محمد منتاري وخرخي بوعلام مجموعة لعيبة قوية جدا يا كابتن مجموعة لعيبة قوية جدا بيعملوا شغل عالي جدا وحتى وراء الظهير اللي عجبنا جدا عبد الكريم أفضل لعب في أسيا الموسم السنة القبل الفاتت يعني فرقة فيها عناصر كتير كويزة جدا عندهم حارس مرمى زي ما شفت كابتن متميز تصدى راكلة الجزاء بس طبعا الفولو المتابعة قدر تاني يسجلها البليلي إنما هو حارس مرمى ومتميز بيقرأ كويس وشايف ويعينه رايحة كتير ومنتخب الجزائر مش منتخب سهل يعني مش منتخب سهل أبدا أنك تقول الجزائر زي ما لو كنا نقول الجزائر وقطر يقولك الجزائر هتكسب ستة سبعة إنما لا قطر قطر ندي قوي جدا فريق قوي جدا فريق كان مرشح بقوة للاقب البطولة فهو فريق تعالى كمان يهاب يعني فريق الاعداد ما حدل لنا كمان مشوار المنتخب المصري والمنتخب القطري قبل طبعا مبارات طبعا تحديد المركز الثالث والرابع يوم السبت اللي جاي طبعا مصر طبعا الاثنين عدد مباريات خمسة الفريق القطري فاز فاربعة الفريق المصري فاز في ثلاث مباريات وكل فريق له هزيمة واحدة وتعادل وحيد للمنتخب المصري ما فيش تعادل للمنتخب القطري هو لعب خمس مباريات كسب أربعة وتهزم مباراة واحدة أمام المنتخب الجزائري عدد الأهداف للمنتخب القطري 12 مصر 10 طبعا الأهداف المنتخب المصري عليه ثلاث أهداف والمنتخب القطري بنفس الرقم طيب هنروح لفاصل سريع طبعا وبعد الفاصل إن شاء الله لنا تكمل وحوار رائع مع طبعا النقد الرياضي إيهاب الجنيدي أهلا بحضراتكم مرة تانية إيهاب لسه في طبعا فعاليات كاس العرب قطر 2021 وبنتكلم على المباراة النهائية ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب القطر هنتكلم يعني البطولة دايت من بدايتها كان بعض الفرق قالت إن احنا هنروح بالصف الثاني على مستوى المنتخب السعودي على مستوى المنتخب المغربي كمان على مستوى المنتخب الجزائري بعض الناس تقول لك لا المنتخب الجزائري عناصر كتيرة فيها موجود الوقت يبتلعب بصفة أساسية لكن وجود كمان عدم وجود جمال بالماضي طبعا المدير الفني للفريء الأول ليه المنتخب الجزائري متغيب ولكن العلاقة مستمرة ما بين المدرب ما بينكو سيء مدرب المحترفين المحلين شايف منتخب الجزائر هو دا المنتخب الأساسي أو فيه عناصر كتيرة غايبة عن المنتخب الجزائر طيب عايزين نقول لك كابتن هاني إن الناس معتقدة بعد اللي شفيته لإن أسماء نجوم كبيرة ومعروفة في منتخب الجزائر المنتخب اللي بيلعب قدامنا دا فيه لعبين تقريبا من الفرقة اللي بتلعب أساسية مع الجزائر تقريبا يعني وأحيانا ما بيلعبوش فيه أسماء في منتخب الجزائر اللي كان بيقولك أن منتخب الجزائر فيه الإمكان وقابلناه وكذا مش يدر حاجة لا بس فيه أسماء مرائبة في منتخب الجزائر على سبيل المثال هقولك مجموعة من الأسماء طبعا أهم شيء المدير الفني مش موجود زي ما حصل في منتخب السعادية لما مجاش المدرب الفرنسي هيرفر نارد وبعت المساعد بتاعه مع الفرقة لا إحنا عندنا في الجزائر طب نشوف مين في الجزائر رقم واحد رياض محرس نجم الكبير لمنشاستر سيتي غايب عن البطولة عندنا أدم والناس اللي مقصر الدنيا في فرقة نابولي وكل كلام فرق كبيرة بتتكلم عليه في أوروبا عندنا رشيد غزال نجم بشتكاش عندنا أحد أمهى اللعابي خط الوسط في إنجلترا وفي الدور الإنجليزي سعيد بالرحمة اللي عامل موسم هايل جدا مع واستهام نكمل في إسلام سليماني الفرود الأساسي اللي الناس بتقول هو بيلعب أساسي على بغداد بنجاح يعني بغداد بنجاح ما بيباشر فرود الأساسي بيلعب أحيانا ولكن الأساسي عندهم إسلام سليماني نجم ليون الفرنسي واللي خاد تجربة طبعا كبيرة جدا وخاد دور إنجليزي قبل كده مع الإستر سيتي مع السعالب وليه مسيرة رائعة في أوروبا أهم من دول كلهم في اعتقادي معلم نص الملعب عندهم النجم الكبير جدا إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي واللي عامل شغلة عالي جدا نروح برضو لعيبة عندنا يوسف عطال في نيس النجم الكبير عندنا رمي بن سبعيني أحد أبرز نجوم بروسيا بروسيا دورتموند النجم الكبير في بروسيا دورتموند عندنا فوز غلام في نابولي مع أدم والناس عاملين سنائي رهيب الاتنين وهدف عايز أقولك الفترة الجاية لأن ده كتير فوز غلام برضو في نابولي عامل شغلة عالي جدا عندنا في خط الدفاع حتى المدافع زيما يقول كده العنصر القوي جدا بتاحهم اللي غايب عن البطولة عيسى مندي نجم فياريال اللي بيلعب في دورة أبطال أوروبا وفي الدورة الأسباني معهم واضح أن الأسماء كلها أسماء مميزة جدا أسماء معروفة لنا كلنا لو اكتمل المنتخب الجزائري إذا كان منتخب ما بينكو سين منتخب هنقول عليه منتخب المحليين بهذا الأداء وهذه الروح وهذه القوة فاعتقاد الشخص كمان المنتخب الجزائري بكامل عناصره زيما طبعا إيها بتكلم هيبقى منتخب قوة جدا وإحنا عندنا غيبات مفيش شك ده بنتكلم على أكيد محمد صلاح عنصر مهم جدا بنتكلم على النيني بنتكلم على تريزيجيه طبعا بعد عودته بألف سلامة هيكون إن شاء الله متواجد عمر مرموش عندنا مصطفى محمد ومصطفى محمد أكيد يعني خلينا نتكلم مش نسباتش الأحداث لكن دايما برضو المنتخب المصري ده اللي كنا عايزين نكسبه من خلال البطولة أن يكون ليه شخصية ويكون ليه هوية عشان ما هو قادم طيب الروح والعزيمة كابتن الروح والعزيمة احنا شفناها بصراحة منتخب مصري اسم مرعب شوف رغم الأسماء دي كلها أي فرقة في أفريقيا والعرب بتيجي تلعب منتخب مصر في ألف حساب بيقابلوا منتخب مصر خايفين وده نقطة لازم نستغلها لازم نبني عليه لانت بتلعب منتخب مصر منتخب مصري التاريخ بتاعه عليهم كعبه عالي وعمل انتصاركت وعمل شغل كتير على كل الفرقة تقريبا على أغلب الفرقة الأفريقية وهو سيد أفريقيا بسبع بطولات فالمنتخب المصري تاريخ كبير جدا لازم النقطة اللي حضرها قلت عليها المهمة جدا لازم يقبلينا شخصية منتخب المصري شخصيته كذا أحد المنتخبات يقبأ أحد المنتخبات دايما المرشحة المنخش هي بطولة احنا دايما بمرشحين البطولة بس لازم نزبت ده مش مجرد ان منتخب مصري داخل باسمه لا عادش حد بيلعب على الاسم لازم يبع عندنا وطيما بيقولك التاريخ خلاص التاريخ ده في الماضي لكن انت ليك الحاضر ولازم تتعامل من المنطق ده وانت ليك تاريخ طويل جدا الناس أكيد بتحترمه لكن شغلك في الحاضر هو اللي بيرسخ فكرة ان انت عندك تاريخ وكمان على المستوى الحاضر انت كمان فريق قوي جدا طيب نتكلم على انت شايف الميزان لصالح مين في المباراة النهائية شفنا المنتخب التونسي بيحقق طبعا الفوز على مصر وشفنا المنتخب الجزائري في مباراة صعبة جدا امام المنتخب القطر مباراة نهائية شايفها زي هي مباراة صعبة كابت بغض النظر اللي شفنا من المنتخب تونس لو انا هقول اللي قدموا المنتخب ده فانا هتوقع فوز منتخب الجزائر في المباراة النهائية ولكن دير بشمال افريقيا أي مباراة درب شمال أفريقيا زي ما شفنا المغرب والجزائر مصر والجزائر مصر والمغرب مصر وتونس المباراة دي بتبقى صعبة جدا يا كابتن المباراة مش هتخلص بنتيجة كبيرة أنا بقولها لك من دلوقتي مباراة بفرق هدف زي ما حصل مع مصر كده وتونس أو فرق اتنين واحد حاجة كده يعني دايما درب شمال أفريقيا فرق شمال أفريقيا مباراة مع بعضها صعبة صعبة جدا وبيعملوا حساب لبعض وكل فرق فيهم حافظة تانية جدا ومنتخب تونس أحد النقطة المهمة اللي عايزين نقولها منتخب وديا حزرا ده حصل معه في بطولة أفريقيا لو تفتكر يا كابتن منتخب تونس أحد المنتخبات اللي بتعلى مع البطولات بتعلى أو مع البطولات المجمعية يعني هو بدأ بشكل سيء في بطولة كاس العرب ما كانش فرق حلوة وخسر من سوريا اتنين في مفاجأة كبيرة ولكن بعد كده من مباراة لمباراة الفرق بدأت تعلى بدأت تخش أجواء البطولة وتعلى ومستوها من مطشل التاني بيعلى فأنا أتوقع أكون مباراة صعبة مباراة طبعا أنا كنت صعبة ولو تكلمت على غيابات كثيرة جدا على مستوى المحترفين في المنتخب الجزائري منتخب التونسي لا يغيب عنه الكثير يعني يمكن 3-4 لعيبة غيبين وبالتالي هو ده القوام 80-70% هو القوام الأساسي لمنتخب التونسي هو خص اللعب مهم جدا في مطشنا كابتن ياسير مرياح جالوا رباط صليبي يعني نتمنى له الشفاء ولكن هو خسارة صعبة جدا ياسير مرياح من أفضل اللعيبة عندهم في الخط الخلف صحيح صحيح طيب نسيب بقى الكاس العرب ونروح للبريميال ليج بريميال ليج مولع مش مولع حتى على مستوى الأداء والفنيات والأهداف طبعا لكن كمان حنتكلم في نقطة مهمة جدا بدأ بعض الألأ في ظهور بايروس كورونا على لعبين كتير جدا في البريميال ليج لكن خلينا نتكلم على يمكن المباريات في هذا الأسبوع للبريميال ليج ويمكن للساعة عشرة في مباراة طبعا لنجمينا محمد صلاح ليفر بول أمام نيو كاسل شفت الجولة دي إزاي الصراع مستمر يا كابتن بين سلاس الكمة خلاص لعبة الكراس الموسيقية اللي احنا بنشوفها بقالنا كذا أسبوع بينهم شيلسي منشستر سيتي ليفر بول غالبا خلاص يا كابتن مبقى فيه إجماعة حتى في مكاتب المراهنات في أوروبا إن لقب الدولي الإنجليزي السنة دي بين الثلاث فرق دول يعني خلاص هما بيعدوا شوية كمان عن اللي بعد كده وحتى المركز الرابع دلوقتي كل الكلام عليه بيقولك مين هيخش مع دول دولي أبطال أوروبا الموسمي جديد صحيح يا ترى أرسنال يا ترى وستهام يا ترى منشستر يونايتد برضو التلات أسماء اللي قتوتين هام معهم من بعيد شوية التلاتة دول ولكن اللي بيعلى فيهم أوي أوي الفترة اللي فاتت أرسنال أرسنال صورة مغيرة عن بداية البطولة وسوق حظ بيصدفه في مباريات بيخسارها بفرق هدف ومباريات غريبة كما بخسارها كده نتكلم على أرسنال كمان كان في مباراة ديربي في هذه الجولة الجولة السبعتاشر من البريمير ليج لكن كمان كان فيه مباراة رقم يخده ويمكن كان فيه ريكورد سلبي لفريق ليتز طبعا والهزيمة بسبع أهداف أمام المان سيتي شبت المباراة الزي أنا مش عارف الحقيقة كابتن إيه اللي حصل لفرقة ليتز ومويتد زي محركتها بعتها السنة اللي فاتت كانت طالع من أفضل الفرق في الانجليزي عودت وكان فيه احتفالك كبير طبعا ليتز ومويتد السادة الجماهيرة أكيد عارفين أحد أعرق الفرق في إنجلترا فرقة تاريخ كبير جدا معهم مدرب يعني أحد أبرز مدرب العالم أسطورة طبعا طبعا أسطورة مش نقول يعني مدرب البريمالليج أو مدرب الدور الإنجليزي لا ده أسطورة عالمية بيلسا بيلسا مدرب مشهور جدا استمر معهم الموسم ده ولكن الفرقة نهارت الموسم ده بشكل غريب يعني لازم يبقى فيه وقفة من إدارة نادي ليتز يونيتد في المركات والشتو المقبل ده يشوفوا الفرقة عايزية يشوفوا إيه الأماكن اللي وقعت في الفرقة لأن الفرقة ليتز يونيتد صورة مغيرة تماما عن اللي ظهرت عليها الموسم اللي فات الهزيمة بسبعة دي كانت زلزال جوه النادي الصحف الإنجليزية يعني كان فيه هجوم كبير جدا من الجماهير ومن الصحف على اللاعبين وانتقاضات لللاعبين والبعض طالب بتسريح الفريق بالكامل والبحث عن اللعب بفريق الشباب أو فريق الريديف في ليتز يونيتد لأن النتيجة 7-0 في البريمالليج نتيجة قيلة جدا صحيح صحيح كمان على مستوى بيب جارديولا كمان على المستوى الأداء الرائع اللي بيأدينه طبعا مع المان سيتي سبع أهداف وكان ممكن يعني الغلة تزيد وكمان يعني طبعا جارديولا هو مختير كأفضل طبعا مدير فني في شهر نوفمبر في البريمالليج شايف أداءه مع المان سيتي أكيد عنده عناصر كبيرة جدا جدا من اللاعبين وقادر لكن بيب جارديولا على المستوى التنافس مع يورجون كلوب على المستوى التنافسي مع تخل انت شايف من اللي نفسه أطول شوية من الثلاث مدربين دولا جارديولا جارديولا يثبت من جديد أو يعني كل موسم يعني اللي قابليه يثبت أنه مدرب كفقة جابت انه هو سبيشال وان وليس مورينيو هو رقم واحد في العالم الفرقة بتاقي العيبة مهمة جدا الفرقة بيرحل عنها الهداف الاسطوري بتاعها كوناجويرو وبرضو فرقة منشستر سيتي زي ما هي نفس الشراسة الهجومية نفس القوة الهجومية بيمشي عناصر بيجيب عناصر جديدة بتظهر عناصر جديدة في ران توريس لعيب هايل هايل المسم ده ومبدع مع الفرقة جيسوس بيظهر بشكل بعد ما كان ما بيشاركش كتير لا بيشارك وبيانش ما شاركش المبرال يفات لو كان كان مام موجود كان ممكن بيشاركش كتير بس ما بيتم بيشارك بيزهر بشكل كويس جدا برضو لازال نجمهم الأول برضو رحيم ستيرلينج رغم الجدل حول مستقبله قاعد ماشي ولكن بيب جور ديولة مدرب بيعرف يتعامل بالقماشة اللي عنده بيعرف يشتغل بها كويس قوي ويعمل بها شروع تعال نشوف برضو أرقام مباراة طبعا ليتز والمان سيتي في الجولة 17 من البريميال ليج أرقام كبيرة جدا جدا لصالح طبعا المان سيتي هداف سبع هداف لمن سيتي زيره طبعا سبع سفر طبعا الفرص 12 فرصة للمان سيتي بحق منها سبع أهداف في المقابل فرصتين فقط ليتز طبعا لم يحق منهم أي هدف الأهداف المتوقعة هاب 3.3 يعني تقريبا 3.5 رقم كبير جدا مقابل طبعا 0.3 ليتز نسبة الاستحواز 66 مقابل 34 بتكلم على التمرات الصحيحة بنسبة 82 ليتز 91% للمان سيتي التصويبات ولك هذا الرقم 30 تصويبا للمان سيتي في المباراة كمان ما بين القائمة العرضة 15 يعني 50% وده رقم كبير بالنسبة لعدد التصويبات توصل 30 تسديدة في طبعا في المباراة رقم كبير جدا مقابل 6 تسديدات ليتز يونيتد منهم 3 ما بين القائمة العرضة عرضيات 8 سيتي 4 ليتز يونيتد رقميات 6 من سيتي مقابل رقميات 2 ليتز يونيتد أرقام كبيرة وأرقام تدل على اتساح كامل للمباراة بتدل يا كابتن أن جورديولا لازال وفي للتيكي تاقة اللي بدحها في العالم مع برشلونة لازال وفي للأسلوب ده عندنا تشوف الحرك بتقول 8 عرضيات فرقة جابة 7 هدف في 8 عرضيات وده بيقولنا أنه هو ما بيعتمدش على طريقة اللعب ما بيعتمدش خالص على العرضيات والكرسات العرضية من اليمين والشمال لا جورديولا وفي الأسلوب التكي تاقة أسلوب التمريرات القصيرة قدام منطقة الجزائق الاختراق من العمق إزاي وصل بيها مع لعيبة مهرية جدا مع لعب عبقري اسمه دي بروين بيحرك الفرقة بشكل رائع وجام بي عناصر بتقدر في الاختراقات سريعة جدا ستيلنج خاصة رياض محر زيما بيشارك وبينزل رياض قدام مبراجعة جدا طبعا مبرارة رائعة دي بروين مبرارة رائعة لكن على مستوى الإدارة الفنية كانت رائعة بيب جارديولا طبعا أفضل مدير فني في شهر نوفمبر في البريمير ليج وتعالوا مع بعض نشوف ال ايه بعد الفوز الكبير على ليدز يونيتد 7-0 نعم قدمنا عملا جيدا خسرنا خمس نقاط الموسم الماضي أمام ليدز ولن ننسى ذلك وبنفس اللاعبين ما عدا جاكي قريليش نعم فوزنا لقد كانت مباراة جيدة وكذلك المشجعين لقد امتلأ الملعب واللاعبون يشعرون بذلك والشكر لهم جميعا لقد كان العرض لهم ويستحقون ذلك بالنسبة لكيفين دي بروين لقد تمرنا منذ اليومين الماضيين لم يكن في المستوى الفني المطلوب خلال مباراة وولفر هامتون لكنه لعب وليس من السهل العودة من مقاعد الاحتياط لقد لعب جيدا وتمرنا أيضا جيدا مثل هذه المباريات تكون عادة مفتوحة لقد لعبوا بعدة لاعبين في الهجوم وفي جوانب الملعب وفي الوسط كان كيفين دي بروين هو الأفضل في بعض الأحيان تعاني عندما يدافع الفريق الآخر وتكون المراقبة مستمرة نأمل أن يتمكن الآن من المحافظة على ليقته لمدة أطول نعم نحتاجه نحتاجه طبعا وبيب جارديولا بيتكلم على النجم الرائع نجم البلجيكي دي بروين وقديه طبعا يتمنى جارديولا يعني عدم إصابة لأن الفترات كثيرة جدا كان غائب عن المان سيتي ولكن وجوده في أرضية الملعب بتدي يعني روح كبيرة جدا وقائد للفريق وكمان هداب بشكل كبير زي ما اتكلمت يا هاب طبعا دي بروين من أفضل لعب العالم في وسط الملعب بلا جدال يعني بلا جدال يا كابتن أحد أبرز اللاعبين في العالم وهو خد الأفضل لعب وسط يعني الموسم ده من الاتحاد الأربل للإحصاء اختاروا أفضل لعب وسط في العالم وكمان جاف ديوريا بيتكلم أنه هو يعني بيكون دايما سعيد بوجود طبعا دي بروين في حالة أنه سليم في المية مية في المية الفترات اللي فاتت كان فيه إصابات متعددة يعني الموسم اللي فاتها كابتن رغم فوز منشستر سيتي بالدوري الإنجليزي إلا أنه خسر دي بروين في فترات كبيرة وفي الفترة اللي فاتت برضو خسروه فترات كبيرة حتى بلجيكا لو نفتكر يا كابتن كاس أوروبا كانت فقد دي بروين في بعض المبارات المهمة جدا ليه؟ كانت فترة إصابات لاحقت به وأثرت كثيرا عن المساعدة ولكن هو في الفترة الأخيرة بيرجع بيرجع بشكل جدا لعيبة كابتن عنده رؤية لعيبة يحرك لك الملعب كله بتمريرات سحرية وهو ده اللي ده دي بروين روناكو اللي ده دي بروين اسمه في العالم كله صحيح طبعا كان فيه هزة كبيرة جدا على مستوى ليدز يونيتد هزيمة يعني تاريخية طبعا وهزيمة أمام المين سيتي بسبعة هداف بلزا الأسطورة الأرجانتية مدرب كبير جدا على مستوى السبيع على مستوى كمان خرج مدربين كبار جدا لكن بيمر بأزمة شديدة جدا مع ليدز يونيتد نشوف قال ايه بعد المباراة طبعا والهزيمة برقم كبير سبعة صفر أمام المين سيتي هذا هو أسوأ عرض بالنسبة لي في خلال الأربع سنوات التي قضيتها هنا لم نتمكن في أي وقت من المباراة لإحداث توازن ما حدث هو أن كل محاولة لهم لم نفلح في صدها وكل ما حاولنا لم ينجح في تخطي وسط الملعب يجب أن تشاهد ما يحدث في وسط ملعبه لم يحدث شيء في وسطنا أقول لك ما رأيته ده كان كلام بيلزا طبعا المدير الفني ليدز يونيتد واضح جدا الخضة كمان معترف بالواقع كيف يقول احنا ما كناش بنعدي نص الملعب يعني المدرف هو معترف باللي حصل في المباراة يقول شوف نص الملعب بتاعهم عمل ايه واحنا ما كناش بنعدي نص الملعب وأسوأ مباراة ليه مش بالعكس لأن الموسيقى ألف اللي أربع سنين بتوعه اللي فاتوا في إنجلترا اللي هو قاد فيهم الفريق من الشامبينشيب للبريمير ليج والموسم اللي فات قال دي أسوأ مباراة وده يدل النتيجة عامل ايه اللي كنت بقول لحراك أنه فيه هزة كبيرة فيه زلزال في ليدز يونيتد أنه دي هزيمة قيلة جدا لفريق عريق بحجم ليدز يونيتد لو نتكلم على الفرق العريقة في البريمير ليج أجيد هنتكلم على الأرسنال والأرسنال تفتكر ياه كان بداياته سيئة جدا يعني سبحان الله تغيرت الصورة تماما ودلوقتي بيفوز بطبعا دير بالعاصمة أمام وستهام يونيتد اتنين سفر تمام أول حاجة لازم نقول أن وستهام كسب مين كسب ليفربول وكسب تشيلسي قطبين القمة اللي بيتنفسه على القمة فرقة صعبة جدا للموسم ده معهم مدارب ديفيد مويز مدارب متميز مجموعة من اللعيبة زي ما كنا لسه بنقول سعيد بالرحمة ومجموعة من اللعيبة المميزة جدا في فرقة وستهام والفرود بتاعهم فرود أنطونيو ده فرود رهيب يعني يا كابتن فرقة مميزة جدا أنها تيجي أرسنل العمل عليها مطش عالي جدا إيدريكسة بتننصف وده بيخليها نرجع للي قاله جورديولا برضو جورديولا لما كان حراج بطول كده دلوقتي كان فيه في بداية الموسم صورة على أرتيتا قال لهم أنا عارف المساعد بتاعك كان بدفع عنه وقال أنا بنصح إدارة أرسنل ما تمشيش أرتيتا تصبروا على أرتيتا وهتشوفوا شغل عالي جدا من أرتيتا وأرتيتا بدأ يعمل ده دلوقتي أرتيتا على فكرة مدرب كويس يا كابتن بيبص عين وشايفة وكل اللعيبة بيعتمد عليها حتى شوفنا الفترة الأخيرة محمد النني خلاص بقى موجود في كل المباريات بينزل لإما يبدأ به زي ما شوفنا في مباراة اليونايتد مباراة اليونايتد للمطش القمة أو يخليه على مقاعد البودلاء زي المطش اللي فات يعني بقى موجود في حساباته وبقى أما بينزل بيقدم على الفرقة أرتيتا بيقدم موسم كويس جدا الشهر اللي فات زي ما حرارك بتقول الشهر ده خدها بيب جورديولا كان أفضل مدرب كان هو أرتيتا لما عمل ثلاث انتصارات مع فرقة أرسنل المتتالية بعد كده للأسف تعرض لهزمتين 1-0-3-2 في اليونايتد لكن طبعا الفوز ده خاصة الديربي بيفرق نتاج صعبة جدا ولكن ديربي لندن ده واستهام واستهام فرقة عريقة جدا برضه في بريطانيا في لندن عندهم ده أهم ديربي ديربي ده موجود بينهم من أهم المباريات هناك يعني حتى زي ما بنقول هنا في مصر نقول أهلي وزي ملك ده ماتش عندهم مهمة أوي يعني ممكن جميل مصر مش عارفة مش عارفة إيه تقول أنه ممكن نديربي ليفربول ومنشصة لا ماتش أرسنال واستهام نيم الماتشاط القوية جدا في الدولة الإنجليزية الماتشاط اللي عليها العيون اللي كل المدربين حتى الفرق التانية بيحبوا يشوفوها ويتابعوها ويشوفوا الماتش وصل لإيه صحيح طبعا ارتيتا المدير الفني للأرسنال من بعد طبعا يعني الغضب الكثير عليه والانتقادات الكبيرة في بداية الموسم أثبت في الأسبوع السبع السبع التاشر أنه مدرب كبير وانتقل لأرسنال للمركز الرابع نشوف محضراتكم طبعا ارتيتا قال إيه بعد الفوز على واستهام 2-0 حسنا يمتلك الأجازيت الترتيب الثاني في حمل الشارة خلف أوبام يانج هو يتعامل مع الأمر بكل جدية والتزام كما رأى الجميع أنا سعيد مجددا بالأداء الذي قدمه هناك بوادر إيجابية بكل وضوح وليس ذلك فقط لكن في الطريقة التي يلعب بها الفريق أحرزنا بعض التقدم لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل علينا أن نعي ذلك يوجد لدينا بعض المطبات في طريقنا لكنني أعتقد أننا تعلمنا الكثير منها أولا لأننا تماسكنا معا بداية من إدارة النادي وكل أعضاء الفريق وطواقم العمل وأكبر مجاملة أشعر بها ويشعر بها اللاعبون بنفس الطريقة هي وقوف جماهيرنا خلفنا يحدث ذلك منذ مدة أن ترى التناغم بين الفريق والجمهور له تجربة فريدة أنا فخور بها مسابقة الدور ستنتهي في شهر مايو آيار المقبل لكن بكل وضوح نحن في مكان أفضل من ذاك الذي كنا فيه ونريد أن نكون في مكان أعلى لذلك علينا تحقيق الاستمرارية ندرك مستوى التنافس في الدور الإنجليزي لأنه قاس للغاية وما هو جيد اليوم غدا مختلف لذلك علينا الاستعداد للمباراة المقبلة طبعا بكل وقعية بيتكلم أرتيتي يهاب بيتكلم هو خلاص تعلم الدرس وبيتكلم أننا كنا في حتة مع بداية الموسم ودلوقتي في حتة لكن كمان مش دين نهاية هو بيكلم لسا الموسم هينتهي بشهر مايو والطريق طويل جدا وسعيد جدا بالتناغم ما بين الجماهير وطبعا مساندة الجماهير لفرقته في الفترة اللي فاتت طبعا يا كابتن ونقطة مهمة جدا بيقول أن الفريق ودي نقطة مهمة جدا يوقف عليها لأي مدرب اسم مدرب بيقول أن الفريق محتاج الكثير من العمل لسا الفريق قدامه كثير من العمل الموسم لسا طويل والفرقة نفسها عنده بيقول أن لسا رغم التقدم اللي ي supermarket إلا أن الفرقة لسا محتاجة الكثير من العمل الكثير من العمل ليه؟ تابتن أرسنال. الناس كلها عارفة. أرسنال فرقة بطولة. أرسنال ليس فرقة عادية في إنجلترا. أرسنال ليس طبيعي أنها بقالها كذا سنة غايبة عن منصات التتويج في إنجلترا. حلم جماهير أرسنال أنها ترجع تاني أيام أرسنال في إنجلترا. يتواجه بالدوري. وأعتقد الهدف من هذا السيزن هو دور الأبطال. أعتقد الحصول على مركز. الاتفاق بين إدارة أرسنال و أرتيتا الموسم. أهم حاجة بعد الموسم اللي فاتم حصل هو إنهاء الموسم ضمن المربع الزهبي للتأهل لدور الأبطال في الموسم الجديد. وأعتقد أن أرتيتا لو تنماشي بالشكل ده قادر أنه يحقق هذا. طيب على مستوى طبعا وسط هام يونيتد طبعا ديفيد مويس المدير الفني قال إيه بعد الهزيمة في ديربي لندن من أرسنال 2-0. لم أكن مستاء كثيرا من أدائنا بشكل عام أمام أرسنال. هم لعبوا بشكل جيد وبكثافة عالية. لم نكن قادرين على التعامل مع ذلك في البداية. في الشوط الثاني في الحقيقة أظهرنا مقاومة كبيرة للتشبث بالمباراة والبقاء على حضوظنا وأن لا نخرج منها. قدمنا لقطتين سيئتين جدا ما أدى إلى تلقينا لهدفين ما أعطاهم حقا الفوز. دفاع سيء في المناسبتين تعلم أهديناهم الكرة في الهدف الثاني وربما كنا في ذلك التوقيت مسيطرين حتى بعشرة لاعبين. لذلك كنا نحاول البقاء في المباراة كان هذا الجانب المخيب في الشوط الثاني. تحصل فلاديمير كوفال على الكرة أولا لكن يعتقد أنه كان ينبغي عليه فعل ما هو أكثر بها. أعتقد أنه ينبغي عليك إما إبعاد الكرة أو استخدام دفعها بإصبع قدمه إذا ما أراد الاحتفاظ بها أو كان علي وضع قدمه خلف الكرة وكان الأمر سينتهي بصدها. لكن التوقيت يعني أنه قام بوضع قدمه في الأعلى وأمسك الجزء العلوي من الكرة وسقط. أعتقد أن ذلك كان وراء ما قام به أنتوني تايلور حكم المباراة بالتفكير بالقرار. لكننا يجب أن نفعل ذلك لأمسك الجزء العلوي من المباراة الآن. ونحن لم نفعل ذلك. تعليق. هو نقطة مهمة جداً هو بيعترف أنه في رؤيته كانت سيئة جداً على مستوى الدفاع. وعلى مستوى الدفاع كمان حتى الأخطاء يعني لما حاولوا يكسبوا قال إن إحنا ارتكبنا أخطاء سازجة تسببت في هزيمة فريقه. زي ما نقول يا كابتين دايماً دلوقتي واللي حرارة كنت بتشيد بيه في كروش إن هو بداية تنظيم الدفاع. رغم المشكلة الكبيرة عندنا في القراط العرضية يعني بس إلا تنظيم الدفاع حالياً في العالم كله. أول طريق الفوز كل المدارس التدريبية حالياً ما يدخلش في الجون قبل ما تفكر إنك تجيب هدف فكر ما يدخلش في الجون. طبعاً منظومة Defend 20 يعني دفع كويس عشان تكسب دي منظومة أو دي مقولة حتى موجودة طبعاً في الدورة الإنجليزية Defend 20. طيب نشوف أرقام طبعاً مباراة الأرسنال ووست هام يونيتد. ونشوف هل كان التفوق أعلى حتى مستوى الأرقام طبعاً الفوز 2-0 فرص الصحيحة كان فيه فرستين فقط لوست هام مقابل 9 فرص للأرسنال. قدر يحقق منها هدفين الأهداف المتوقعة طبعاً لصالح الأرسنال 2.6 وتقريباً نصف في المية للصالح أو نصف هدف للوست هام. الاستحواز كان لصالح أرسنال بنسبة 56% مقابل 44%. تمريرات الصحيحة بنسبة 84% وست هام 86% لأرسنال. تصويبات 18% للأرسنال منها 7% ما بين القائم والعرضة مقابل 6% تصويبات لوست هام تصويب واحدة بس ما بين القائم والعرضة. 14% عرضية وست هام 8% أرسنال ركنيات 5% أرسنال مقابل 2% لوست هام. يعني تعليقك وزي ما أنت قلت يعني واضح كان حتى على مستوى الأرقام كان فيه تفوق واضح بالأرسنال. تفوق كبير لأرسنال كابتين حتى على مستوى زي ما نقول الفرص اللي عملوها للأهداف التزديدات عملوا 18 تزديدة مقابل 6 ناحية تانية. يعني ثلاث أضعاف مش دافئين من الحاجة. ولكن في نقطة مهمة نقطة العرضيات. العرضيات بيتفوق فيها واستهام 14 عرضية لعبها مقابل 8 بس للأرسنال. وده يورينا الشغل اللي عمله أرتيتا بعد بداية الموسم اللي كانت سيئة على الدفاع. سيئة محركة بتقول دافع عشان تكسب. هو ده اللي عمله أرتيتا من بداية الموسم. ومما تكلم فيه في كذا ماتش بعد بداية الموسم قال إحنا بنخسر عشان الدفاع. الدفاع بتاعنا وحش وده بيخلينا نخسر. ده اللي عمله دلوقتي أرتيتا أرتيتا نظم دفاع أرسنال. دفع عناصر جديدة شفناها في الدفاع بيتقدم شكل كويس. وده اللي خلاهم يظهروا بالصورة الجيدة في الأسابيع الأخيرة من الدورة الإنجليزية. طيب في الأسابيع الأخيرة ظهر الأرسنال بشكل أكثر من رائع. بعد الفاصل بعض المشاكل في أرسنال. يمكن نقسموا من عندنا مشاكل إشارة. لكن كان فيه مشكلة في إشارة الكابتن لفريل أرسنال. هنعرف مع حضراتكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الأرسنال. بعد البداية السيئة جدا في البريميال ليج. دلوقتي يحتل بعد الأسبوع السبع عشر المركز الرابع في الدوري الإنجليزي. وتقلق كبير للعبين. وعلى رأسها الرئاسة الفنية لأرتيتا المدير الفني. ولكن هناك أزمة الشارع. تفجرت الأسبوع ده كابت مشكلة كبيرة في أرسنال. أما ميكيل أرتيتا قرر أنه يسحب شارع القيادة من نجم الفريق الأول. أولا دي حاجة مسهلة ومش سهلة أي فريق يعملها أن أنا أجيب. أوبام يانج. أوبام يانج. ميكيل أوبام يانج. جابه صاحب منه الشارع. وقال له كمان مش كده بس. الدربل مطش الدربل للجماهير المستنيها. قال له مش هتلعب مطش واستهام. وفعلا كان خارج التشكيلة خالص. ملعبش المباراة. الأسباب يا أهلا. الأسباب تكرار السفر والأجازات اللي بيخدها أو السفريات اللي بيخدها بره. بره أنجلترا فيه 24 ساعة مثلا. ممكن أنت عارف حرك وكنت في أوروبا السفر سهل جدا. ممكن أروح ألمانيا أروح هنا. فهو كان أوبام يانج بيسافر. أنت محدد لكنك ترجع مثلا. سي السابت الساعة 10 الصبح يكون موجود في التدريب. لا كان بيجي الساعة 11. الكلام ده أرتيتا ما بيقبلوش خالص. في إطار خطته لإعادة أرسنل بالاتفاق. ودعم الكامل من الإدارة لإعادة الجنرز مرة تانية أو المدفعجية لقمة الكرة الأنجليزية. في دعم كامل لقراراته. وده اللي شفناه من إدارة النادي. تصرف قوي جدا. أصدره بعد ما قرر قرارات أرتيتا. اللي عملته قدارة النادي. نزل بيان رسمي عبر المواقع الرسمي الأرسنل. وعبر مواقع حسابات النادي على السوشيال ميديا. كلها بتدعم قرار أرتيتا. وبيعلنوا من خلاله إقاف أوبام يانج عن مباراة واستهام. وسحب شارة القيادة منه. ولازال الموضوع مستمر. مش عارفين إيه اللي هيعمله أوبام يانج. بس خلاص هو سحب منه الشارة. وادهى للفرنسي أليكساندر لكزيت. أنا أعرف بعض التقوارين إن أوباما يانج كان غاضب جدا. ويعني ده ممكن يفتح المجال أوباما يانج. ليه يعني الرحيل من أرسنل. والاتجاه إلى الدور الأسباني ومحطة برشلونا. لأن انت عارف بارتو برشلونا بتدور على لعيبة مميزة. طبعا أوباما يانج من أفضل لعبين على مستوى البريمير ليج. مش هذا السيدن واللي قبله. لكن على مستويات يمكن من سنتين كان من أفضل لعيبة. طبعا كابتن فريق الأرسنل. داخل دوري مع صلاح ومني صاحب موسي من هذا الدور. فتفتكر المشكلة ممكن تتطور لرحيل أوباما يانج عن الأرسنل. بص يا كابتن هو أوباما يانج العيب ليه ثقة الجماهير كبير جدا في أرسنل. ماشي؟ ولكن الجماهير يهمها في المقام الأول حاليا انتصارات الفرقة. اللي عاجب جماهير أرسنل في الوقت ده أكتر. أنا خلاص ما عنديش نجم فريق. أنا عايز أرسنل. دايما رقم واحد عند أي جمهور في العالم فريقه. فريقه يكسب. وده اللي بيعمله أرسنل دلوقتي تحت قادة أرتيتا. حاليا بقلنا سنين بنتابع كل موسم انتقلات كل مركاته أن أبوميانج ماشي. أن برشلونة بيفاوض أبوميانج. أن بروسيا دورتموند عايز يرجع أبوميانج تاني. نادي فين بيفاوض؟ ريال مدري داينه على أبوميانج كهداف وقناص. الفترة الجاية هل المشكلة دي هتستمر؟ هو ده التساول اللي هتطرح الفترة الجاية. هل أرتيتا هيتراجع عن كلامه؟ ولكن اللي قاله أرتيتا للصحف. التصريحات التي قالها أنه قاروة. تعال نشوف أنا وأنت والسادة المشاهدين. التصريحات في مشكلة الشارع. المدير الفني الأسباني أرتيتا مدرب الأرسنال. قال إيه في مشكلة الشارع مع كابتن الفريق أبوميانج. لدينا مجموعة من القادة. ومن بينهم رشحنا لاعبين مختلفين لحملة الشارع. كان لاجزيت قائدا خلال المباراة الماضية. ولدينا أيضا تشاكا الذي سبق له حمل الشارع أيضا. سنتبع ذلك النهج. الحالة بكل وضوح لا تدعو للسعادة. وليس هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار متسرع. مجموعة القادة في الفريق قوية. إنها نقطة التواصل معي ومع كادر التدريبي ومع النادي بصورة واضحة ومباشرة. سنستمر على هذا النحو. وهذا أحد القرارات التي اتخذناها لتحسين المجموعة. ومحاولة تثقيفهم والحصول على الانطباعات الصحيحة طوال الوقت. وبناء الثقة وتأسيس لقواعد سليمة. وهذا نعمل بشكل جيد. وسنستمر بفعل ذلك. لا أملك ما أضيفه. أعتقد أن بيان النادي واضح جدا. إنه قرار اتخذناه بعدما حصل مع اللاعب. وهذا هو موقفنا. ما أستطيع إخبارك الآن هو اتخاذنا لهذا القرار. لأنه كان مؤلما حقا. وما يزال كذلك. ويحتاج بعض الوقت ليتجاوز الأمر. مجددا هو خارج التشكيل الآن. كان عليه تقبل القرار. نفسنا. أكيد طبعا ما فيش شك. إن عملية الالتزام هي أول طريق النجاح. وأرتيتا طبعا كان معرض لهزة كبيرة جدا أول السيزن. ولكن بالخطة وبالالتزام. أعتقد وصل لدلوقتي المركز الرابع. مش على بس المستوى الفني يا هابن. لا نتكلمش عن المستوى الفني. لكن كمان ده بيبين قدية مهم جدا. عملية الالتزام والخطة اللي وضحها إدارة النادي مع أرتيتا. ليه نظام احترافي كامل. طبعا هو على رأسها أكيد بيكون كابتن الفريق. هو كابتن زي ما قال أحيانا يعني هو بيقول قرار صعب. هو عارف إنه قرار صعب. هو بيقول مازال قرار صعب. قرار صعب على الجماهير. ولكن زي ما بيقول دايما أحيانا يكون البتر هو العلاج. لأن القصة تقررت. كان فيه تصريحات في ديلي ميل قالها في اليومين اللي فاته. وأرتيتا قال إن الموضوع تقرر. أنا اتكلمت معاه قبل كده في التأخير في العودة للفريق. تقرر منه تاني. بس قال نقطة كويسة جدا أنا كابتن برضو. يعني نفكر فيها إنه قال إنه عندنا مجموعة من القادة. صحيح. وذكر ألكساندر اللي كزيت. وذكر كذا لعب في الفرقة عنده. وقال إن الموضوع ده ودي نقطة حلوة نفكر فيها. قال إنه تحفيز للعبين. يعني فرقة برضو. إنت لما تيجي إنت هجيبك إنت ما كنتش قائد فريق. وهخليك قائد فريق. ده أكيد بيلقى عليك ثقة الكبيرة. وبيلقى عليك مهمة كبيرة أن قائد فريق بحجم أرسنال. أكيد هيباليك دور كبير وهتحفز اللعيبة. فبرضو يعني نقطة جميلة بيتكلم فيها أرتيتا بيقول إن اللاعبين. ده هيعمل تحفيز للعبين لمجموعة القادة. بيتكلم على مجموعة القادة. يعني بلغتنا كده الكبار بطول الفرقة. المعلمين بطول الفرقة. مش معلمين يعني. لكن اللعيبة الكبيرة اللهم كباتن الفرقة طبعا كان على رسوم أوباما يانج. وحنشوف في المرحلة اللي جاية الأمور هتوصل لفين مع أرسنال وأوباما يانج. طيب في مشكلة أخرى بس على نطاق أوسع شوية. هو الكبير. فيروس كورونا. يمكن بعض المباريات تأجلت بسبب فيروس كورونا. وبعض الأندية بتضغط كمان على طبعا رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا. إنها تأجل لمدة أربع أسابيع من الدور الإنجليزي نتيجة تفشي كورونا في كثير من الأندية. الوضع جد خطير حاليا في إنجلترا. في عدة سيناريوهات بتدريسها أتكلم أحرك فيها دلوقتي في إنجلترا. في اتجاه أن أنت تأخذ الأجازة بدري. بس ده هيعمل مشكلة كبيرة. أنت عارف أحركها أجازة أهد الميلاد وكذا. لأنهم مرتبينها في الموعد ده. لو الفرق كمان اللعيبة المشكلة الأكبر. لو اللعيبة الأفارقان ضمت لمنتخباتها في بطولة أفريقيا. هتبقى فيه مشكلة في المواعيد كبيرة. لو حصل الحل ده. وإحنا عارفين أن الدور الإنجليزي واحد من الدوريات اللي بيعتمد بشكل قوي جدا على اللعيبة الأفارقان. أي دوري تاني في أوروبا. نوعظة بالنجوم الأفارقة اللي احنا بنشوفهم بيتقلقوا. مع كل منتخباتهم موجودين في الدور الإنجليزي. من الأسماء الكبيرة رياض محرز محمد صلاح سادي ومانيه نبي كيتا. كل اللعيبة اللي موجودة غالبا اللعيبة الكبار جدا. حتى حارس تشيلسي طبعا إدوار دوميندي. سنغال. مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة موجودة. فلازم ديت شاف لها حل. السيناريو الأول كان إنه هو ممكن يا الجلازة محرك قلت أربع أسابيع دلوقتي. بس ده هيعمل لهم مشكلة في الجدول. هحتاجه لحاجة عامل حسين وقت يبقى مشكلة كبيرة يعني في الجدول. حاجة عامل حسين طالع جامد قوي بعد الأوراعة بتاع الدور الأبطال. دور الأبطال أوروبا. يعني الأمور بدل نسباله إيه هايلة. الحل الثاني حاليا هو التراجع. ودي ردة كبيرة برضو للموضوع ومرفوض هناك. التراجع على حضور الجماهير. طبعا. ده حل بيطرح حاليا. إن إحنا نرجع تاني تعارب خلاص دور كامل عدد زمنون. رجعوها هما الفترة اللي فاتت. ولكن دلوقتي حلق كورونا بقت كتير جدا. تشيلسي عنده حلق كورونا. لستر سيتي عنده حلق كورونا. توتنهام وواتفورد بيتأجله مباراة عشان حلق كورونا كتير. لستر كمان كان فيه تأجيل توتنهام وليستر. وكان واتفورد كمان. توتنهام يتأجله ماتشينة 14. بسبب فيروس كورونا. فالموضوع بقى خطير جدا. والمدربين كلهم في انجلترا حاليا بيتكلموا في القصة دي. وان الوضع دلوقتي بقى خطير. لازم في حلول. الربطة دلوقتي ربطة المحترفين الإنجلزية. بتشوف الحلول دي وبتدرسها. بتشوف ايه السيناريو الأقرب اللي ممكن يلجأوا ليه. عشان القضاء على المشكلة دي. ده يخلينا هنا برضو في مصر. انا عايز اقولها رسالة من هنا من قناة النادي الأهلي. ان احنا الموضوع ما انتهاش. الموضوع خطير. كورونا لازالت منتشرة وبتنتشر في العالم. لازالت بتغزو دول كتير. وميكرون المتحور الجديد خطير جدا. وده اللي يمكن نخوفهم برضو من قامة البطولة. انها تيجي لكاميرون. لازم نلتزم لسه الفترة الجاية. ونواصل الإجراءات الاحترازية. كل اللي كان بيتامل الفترة اللي فات. طبعا كمان على مستوى الإدارة الفنية. لبعض الفرق. عندنا تصريح طبعا رانييري. مدير الفني لواتفورد. قال إيه عن تفشي طبعا فيروس كورونا في البريمير ليك. أتوقع أن يصاب لاعبون آخرون في الأيام القادمة. حتى هؤلاء الذين تلقوا جرعتين من اللقاح. يمكن أن يصابوا بالمتحور الجديد. الوضع صعب جدا. أعتقد أن يتم إلغاء مزيد من المباريات. عاجلا أو آجلا. وذلك محزن جدا. واضح جدا. الأمور هناك صعبة جدا. وزي ما أنت بتقول. من الواضح أن في بعض المباريات هتؤجل. في الفترة اللي جاية. وهو بيتكلم أنه عاجلا أو آجلا. بعض اللعيبة هستتصاب يعني. زي ما سمعناها كابتن بقول المباريات جديدة هتؤجل. في مباريات أكثر هتؤجل. وفي لعيبة. وشوف حتى بيقولها يا كابتن من اللي خده. اللقاح هيتصابه تاني. لأن في مجموعة كبيرة زي ما كشفت صحيناك. من اللعيبة اللي أعلن إصابتها. واخدين اللقاح. لأن تقريبا معظم اللعيبة خلاص بيتواخد اللقاح. هو تقريبا يعني معظم اللعيبة خلاص كانوا. بس فيه جرعة أولى وجرعة تانية. وفيه كمان جرعة تالتة. يمكن فيه اتجاه الحصول عليها. وهذا يمكن اللي قاله يوغن كلوب. المدير الفني ليبر بول برضو. كان عنده تصرحات عن تفشي فيروس كورونا. نشوفه مع حضرتكم. نحن مثل العالم كله. قلقون حيال ذلك. بالتأكيد. لكننا نفعل ما في وسعنا. ووضع التطعيم للفريق جيد جدا. أعتقد أننا حصلنا على جرعة ثالثة. لكل شخص. كان مؤهلا للحصول عليها لأسباب طبية. لم يسمح لبعضهم الآن. ولكن سيتم منحها في الأيام القليلة المقبلة. حصل الباقون على الجرعة الثالثة. قبل بضعة أيام. ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك. مع الفريق بأكمله. تدرب فيرمينو بشكل طبيعي. لذا أقول إنه مرشح للمشاركة. أجرى كورتيس جونز الحصة الأولى جزئيا مع الفريق. لذا فهو ليس ببعيد من ناحية التوقيت. فهو رائع جدا. بصراحة نعلم جميعا إنها فترة مزدحمة. ونحتاج إلى فريق كامل. بالتأكيد إن عودة لاعبين هي أخبار جيدة. فهو رائع جدا. فهو رائع جدا. يعني يمكن يتعلم من الموسم اللي فات. وعارف أدي إيه الغيابات بتأثر عليه. يمكن الموسم اللي فات غياب طبعا داندايك. وبعض اللعيبة خط النص تأثر بشكل سلبي جدا على ليبر بول. ولكن هو حريص. نتلال كلامه إن كل اللعيبة تكون سليمة بشكل كبير. لأن بيقول اللي جاي كمان أصعب. بص يا كابتل هي النفخة اللي في الأول. في بداية كلامه. تبين الوضع في إنجلترا. الوضع اللي بيعانه. يعني أنت دلوقتي ما بقيتش الإصابات بس. أنت بقى عندك شبح تاني كورونا. بيهددك بخصارة لعيبة كتير من عندك. وهو دي المشكلة اللي حاليا بيتعارك للدور الإنجليزي في الفترة دي. ولازم يتشاف لها حل. طبعا هو رجع له لعيبة لأن النهاردة لفربول عنده مباراة مهمة جدا. مع فريق نيوكاسل. المباراة مستهلة زي ما البعض مستسهلها. لأن نيوكاسل دايما الأصعب المباراة مع الفرق اللي محتاجها أي نقطة. محتاج منك نقطة عايز منك يا. نيوكاسل بيمر بأزمة كبيرة جدا. عايز رجع بنقطة واحدة حتى من الأنفلد النهاردة. الماتش في الأنفلد. فالماتش صعب. مستهلة على فرقة ليفربول. لأن نيوكاسل زي ما بقول الحراك محتاج أي نقطة. لأن وضعه بعد كمان مشتريته الإدارة السعودية حاليا للنادي. وفي ضخ كبير حيحصل في الشتاء في المركات والشتوي. هتلاقي. أنا بقول لك من دلوقتي يا كابتن. أكثر نادي هينشط في المركات والشتوي في العالم كله. في أوروبا كلها. هيكون فريق نيوكاسل. لعلى وعسى إيهاب أنه يبقى في البريميال ليج. لأن أمور نيوكاسل أعتقد أمور صعبة جدا. ولو ما دعمش خلال الفترة القادمة. خلال فترة الشتاء القادمة. أعتقد الأمور هتبقى صعبة. ولكن ممكن تبقى البداية من الشامل الشيب السنة اللي جاي. خلينا نقول كمان. الأندية بتحارب جزئية مهمة جدا. وأندية الأندية المحترفة في إنجلترا. بتحارب شكل صعب جدا. مش على مستوى كمان إصابات اللعيبة. لكن على عدم وجود الجماهير مرة تانية. في مدرجات البريميال ليج. وخسائر بتبقى فادحة للأندية. وربطة الأندية المحترفة في إنجلترا. طبعا شيء صعب جدا. ولكن هنشوف الأمور هتروح لفين. عايزين نشوف جدول الترتيب. طبعا قبل مباراة طبعا ليبربول ونيو كاسل. في الأسبوع السبع عشر. البريميال ليج المان سيتي. بمتصدر جدول المسابقة ب 41 نقطة. ليبربول ب 37 نقطة. ولسه ليه مباراة طبعا مع نيو كاسل. تشيلسي 36 في المركز الثالث. أرسنال في المركز الرابع ب 29 نقطة. وستهام يونايتد في المركز الخامس ب 28 نقطة. المان يونايتد السادس ب 27 نقطة. توتنهام في المركز السابع ب 25 نقطة. وولفت هامتون في المركز الثامن ب 24 نقطة. طبعا في بعض الفرق عليها مباريات مؤجلة. لكن طبعا ليستر في المركز التاسع 22. أستون فيلا في المركز العاشر 22. كريستال بلس 11 في المركز الحداشر 20 نقطة. فينتفورد في المركز الثانشر ب 20 نقطة. واتفورد في المركز السبعتاشر 13 نقطة. بينري في المركز الثانشر 11 نقطة. ونيو كاسل يونايتد في المركز التسعتاشر ب 10 نقاط. ويتزيل الدوري الإنجليزي نوريتش في المركز الأخير ب 10 نقاط. زي ما بقولك موقف نيو كاسل صعب جدا. إن لم يكن لها حلول في المركز الشتوي في الفترة اللي جاي. طبعا يا كابت الموقف صعب جدا. بس احنا لدينا تعليقات هنا على الجدول. طبعا ليفربول تشيلسي مليابوش. طبعا اليوم ماتش مؤجل. الاتنين. طبعا لو كسبوه. غالبا النهاردة هيستمر الصراع النقطة بينهم وبين منشسته سيتي. هاي بـ 41-40-39. لكن في نقطة عايزين نقف عندها وهي كونتي. كونتي وتوتنهام. توتنهام الفرقة الوحيدة زي ما لسه بقول حراك في سبب كرة متأجل ماتشين. ومتأجل الجولة دي. توتنهام الوحيد اللي لعب 14 مباراة في الأندية دي. لعب 14 مباراة. إذن عنده ثلاثة مؤجلين. خدت التسعة بونت أنتقل خالص من توتنهام حاليا من 25 نقطة. خدت التسعة بونت دول بقيت 34. أو 30 عديت أرسنال وعديت الأندية دي كلها خالص. توتنهام في المركز السابع دلوقتي بزبط خمسة أو شهر. أرسنال اللي هو الرابع لعب 17. هو استهام الخامس لعب 17. لا أنا خدت التسعة بونت مع كونتي. لو خدتهم في الثلاث مباراة دول. أنا هنط النطة تانية خالص عب الرابع مرتاحة. تعال نشوف المباراة الجولة القادمة. لأن كمان مباراة قوية جدا. وزال أسراع التلاث مستمر ما بين المان سيتي وليبر بول وشيلسي. طبعا دي مباراة المهاردة هتتلاعب إن شاء الله ساعة 9 أو ساعة 10. بإذن الله ليستر سيتي أمام توتنهام. أعتقد دي ما عرفش تأجلت ولا لسه هتقام دي الساعة 9 ونص. تم تأجلها. تم تأجلها ليستر سيتي وتوتنهام. تشيلسي إيبرتون ستقام الساعة يعني 10 للربع وتوقيت القاهرة. وطبعا كلنا بنتابع نجمنا الكبير محمد صلاح مع ليفر بول أمام نيو كاسل الساعة 10. دي كانت يعني ولسه السبت القادم بإذن الله المان يونيتد مع برايتون. أستون فيلا مع بيرنلي. ساويس هامتون مع برينفورد. واستهام أمام نوريش سيتي. واتفورد أمام كريستال بالاس. وليتز يونيتد أمام الأرسنال. كلها مباريات قوية جدا. مباريات الأحد أفرتون مع ليستر. وولت هامتون مع تشيلسي. نيو كاسل من مع المان سيتي. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم مباريات قوية جدا 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 في البريمير ليج. وصراع سلاسي ما بين طبعا المتصدر حتى الآن. المان سيتي وليفر بول وتشيلسي. فاصل سريع ونرجع مرة تانية. أهلا بحضراتكم مرة تانية. إيهاب لو كنا بنتكلم على البريمير ليج. وفي صراع سلاسي ما بين المان سيتي. ما بين ليفر بول وما بين تشيلسي. لو رحنا للدور الأسباني. ما فيش صراع خلاص. أعتقد ريال مادريد متصدر بشكل كبير جدا. عن أقرب منافسي. وعلشان نتكلم كمان بشكل أوضح. يمكن نتكلم على ريال مادريد. بارشلونة. بارشلونة للأسف في فار 24 نقطة. أعتقد بين وما بين ريال مادريد. تعالوا مع بعض. نشوف جدول ترتيب الدور الأسباني. طبعا وإنطلاق ريال مادريد. في الصدارة بشكل كبير جدا. وفي اعتقادي حسم البطولة من بادري جدا. ريال مادريد في المركز الأول بـ 42 نقطة. يليش بيليا بـ 34 نقطة. ريال بتيس بـ 33 نقطة. أتليتيكو مادريد. طبعا بطل الدور الأسباني العام الماضي. في المركز الرابع بـ 29 نقطة. ريال سوسيداد في المركز الخامس 29 نقطة. رايو فاليكانو في المركز السادس 27 نقطة. فالينسيا في المركز السابع 25 نقطة. بارشلونة في المركز الثامن 24 نقطة. بتتكلم تقريبا على 18 نقطة. عدد كبير جدا جدا من النقاط ما بين بارشلونة وريال مادريد. اسبانيول في المركز التاسع 23. أساسونا في المركز العاشر 22 نقطة. أتليتيكو بلباو في المركز 11. 21 نقطة. ريال مايوكا في المركز الـ 12. بـ 20 نقطة. بيا ريال. كمان في موقف لا يليك باسم بيا ريال. في المركز الـ 13. بـ 19 نقطة. سلتا بيجو 14. مركز الـ 14. 17 نقطة. غناطة في المركز الـ 15. 15 نقطة. إلتشيف في المركز الـ 16. بـ 15 نقطة. وفي نهاية الترتيب. ديبورتيفو ألفز في المركز الـ 17. 15 نقطة. قادش في المركز الـ 18. 13 نقطة. كتافي في المركز الـ 19. بـ 12 نقطة. وليفانتي طبعا في المركز الأخير. بـ 8 نقاط. بـ بارشلونة. ولو كنا بنتكلم على بارشلونة. يبقى فيه حدث كبير جدا. حصل يمكن إمبارح. والاعتزال الرسمي طبعا. جواره. اعتزاله كرة القدم. كان خبر حزين. يعني على جميع. يعني على سبيل. كل محب كرة القدم بصراحة. مش بس الأرجنتينيين. مش بس بارشلونة. ولكن. هنتحرم من نجم كبير. وقدم مستويات رائعة. فيه تاريخ كبير جدا. طبعا لهذا النجم الرعي. كانت بداية قصة الحزن. في مباراة ألافيس. الموسم ده مع بارشلونة. بعد المباراة دي. وقع فيها أجوير. وحس شعر كده بألام. وبعد كده تم الفحصات الطباء. زي ما احنا تبعنا طبعا أثبت. أنه بيعاني من مشاكل في القلب. وبعد كده الأطباء أخبروه. أنه مش هيقدر يكمل في كرة القدم. وعليه قرر اللعب اللي اعتزاله. كان مبارح. كان مؤتمر لإعلان اعتزاله بشكل رسمي. كرة القدم. بعد نهاية ما كانش يتمناها أجويره. كان هو عايز يختم مسيرته. مرضو أجويره مش لعب صغير. طبعا هو أمتع العالم كله لسنوات طويلة. بأهدافه وبأداءه الرائع. ولكن هو كان عايز يصنع تاريخ مع البرصة. كان عايز ينهي حياته. وده خلى الناس كلها حريصة. حتى تكون موجودة مبارح فيه. يمكن المؤتمر اللي اعلن فيه اعتزال النجم الكبير طبعا. وكان على رسوم طبعا. يعني طبعا جارديولا. طبعا يمكن خلي بالك أجويره. يعني أفضل أفضل هداف على مستوى التهديف مع جارديولا. خلال الفترة بتاع الجارديولا. أحرز 82 هدف خلال الفترة بتاع جارديولا. فكل الناس موجودة وكان طبعا. شافي سيرجيو بوسكتس ورئيس نادي برشلونة طبعا. كان فيه مظاهرة حب. وكانت أبرز ما في المؤتمر دي. كانت دموع طبعا. أجوير وهو بيتكلم أجويره. لعب أربع مباريات بس يا كابتن مع برشلونة. سجل هدف. يعني هو انتقل في الصيف. خلاص بعد نهاية عقده مع منشستر سيتي. جي هنا مع برشلونة. لعب أربع مباريات وسجل هدف واحد. أجويره واحد من المهاجمين. اللي لازم يذكروا في تاريخ كرة القدم. تقف عندهم كتير وتتكلم كتير. طب تعالى لو انت هاب نشوف أجويره. طبعا في المؤتمر. طبعا إعلان اعتزاله الكرب بصفة رسمية. أجويره من عظماء كرة القدم على المستوى العالمي. قال ايه في هذا المؤتمر. نشوف مع حضرتك. عندما اتصلوا بي ليخبروني أن التشخيص كان نهائيا. احتجت بضعة أيام أخرى لاستيعاب ذلك. ظللت آمل أن أواصل اللعب. لكن بعد ذلك فكرت في ذلك بذهن صاف. الآن أنا بخير. لكن ذلك كان صعبا. يريد المرء دائما أن يستمر في الفوز بالألقاب. لكنني سعيد جدا بكل الألقاب التي فزت فيها. يمكن للمرء دائما أن يعطي المزيد. لكنني فعلت ما هو أفضل بالنسبة لي. وخاصة بالنسبة للنادي. كان هناك هدف جميل للغاية. أحرسته مع اندفندنتي. لقد كانت لحظة رائعة في مسيرتي ضد رايسينغ. ليس لدي أي شيء ضد رايسينغ. ولكن كان عمري سبعة عشر عاما حينها. وكان هذا أول هدف رائع حقا. طبعا موقف صعب جدا للعيب كبير. كان كل أماله لاستمرار في الملاعب. ولكن الأطباء طبعا منعوه. كان القرار النهائي والرسمي من الأطباء. هو طبعا يجب عليك. اللي تقال له أن تعتزل كرة القدم نهائيا. يا كابتن أجويرو. يعني في أرقام كده نقولها في روبا دي. أجويرو 389 مباراة مع منشاستر سيتي. سجل خلالها 260 هدف. عدد كبير جدا من الأهداف. أكلتكم مدريد. اللي بداية تقلقه في أوروبا. لعب 175 مباراة. سجل 74 هدف. انديبيندي اللي تكلم عليه. البداية والنادي اللي كانت بزغت فيه موهبته. لعب 54 مباراة. وسجل 23 هدف. ومنه خرج العالم منتقل لأوروبا. أجويرو واحد من اللعيبة. الكبار جدا في عالم كرة القدم الأرجنتينية. وفي عالم كرة القدم في أوروبا. ويمكن الأجمل حاجة أن حصلت له قبل ما يختم مسيرته دي. هي الفوز يمكن بكوبا أمريكا. كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين. وطبعا ألقاب كتير جدا خدها مع السيتي. الفترة اللي لعبها في السيتي. الفترة الزهبية مع المدرب الأسطوري بيب جورديولا. ألقاب للدوري الإنجليزي. وألقاب لكاس الرابطة وكاس الاتحاد الإنجليزي. حاجات كتير جدا عمالها. فعيب كبير طبعا على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي. نشوف خوان لابورتا طبعا رئيس بارشلونة. قال إيه في اعتزال قرط القدم لللاعب والنجمة الكبيرة أجوير. أردنا قضاء المزيد من الوقت معا. لكننا نعتقد أنك اتخذت القرار الصحيح. لديك دعمنا الكامل مع كل ما تحتاجه في هذا الجانب. لقد كنت لاعبا من الطراز العالمي. هداف معروف في جميع أنحاء العالم. لقد قدمت لنا الكثير من خلال موهبتك الكروية. وأيضا أصدقائك وتعاطفك وشخصيتك. لقد شاهدنا ذلك منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هنا في بارشلونة. إعطاء وتعالي بإعطاء الصحيح. ولكن هذا هو القادم فقط لإعطاءك في ترسل الموهب الموهب ترجمة نانسي قنقر أنهم يطمنون أن أنت قادر على الأقل تكمل طبعا تاريخك في الملاعب لكن النتيجة للأسف كانت على غير متوقع طبعا نهاية نهاية نجم كبير نهاية جميلة طبعا وتقدير من نادي بحجم برشلونة رغم أن اللعب لا أقدم له شيئا يعني لا أقدم له شيئا أربع مباريات وجاب هدف لكن تقدير من نجم كبير الرموز التي حضرت تقدير العالم كله الجماهير التي دعمته ده يؤكد كنتو أنا بس أبل أن نكتم كابتن نقطة وحيدة توريك الوضع صعب قد إيه ليفربول حاليا بيعلن إصابة السلاسي فابينيو وكورتس جونس وفاندايك بفيروس كرول يغيبوا عن المغاراة ده كان خبر فعلا من خلال يمكن ثلاث دقائق بالضبط خبر طبعا ولسه كان يورجن كلوب متخوف من هذه الإصابات لكن أعلن فعلا ليفربول إصابة طبعا فاندايك فابينيو وجونس ده طبعا خلال الداي الأخيرة في ليفربول وطبعا في نهاية خلال لكن كل التوفيق طبعا للنجمال الكبير محمد صلاح ربنا يحفظه يا رب إن شاء الله إن شاء الله أهاب بنشكرك شكرا جزيلا يعني نورتنا وأبدعت شكرك كابتن ربنا خليكوا بسعيد دايما بتواجد معكم جماهيري النادي الأهلي على شاشة قناة النادي دايما من نورنا أهاب بنشكرك شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم على طبعا متابعتكم لينا وإن شاء الله في لقاء متجدد بإذن الله يوم الاتنين اللي جاي يوم جديد وحلقة جديدة من المحترك